كعادة الاهلي لا يغيب كثيرا عن منصات التتويج الاهلي سوبر مصر عن كل استحقاق وجدار تبوا بعض ما سوبر مهلي سيدي حينته كل ما قدرينة كله والطل الواحد وناديك التنين اليم لأهم اصطر بارفا 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 لا أرجوك لا أبدو بشتراك 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 موسيقى 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 اللقطة بتاعت شكبالة وهو واخد مؤمن زكريا من ايده ويدخلوا الملعب عشان مؤمن زكريا يحتفل مع النادي الاهلي بالبطول اللقطة معنا هي قل علق انت بقى لا يعني انا بالنسبة لي دي واحدة من اهم لقطات المباراة من اجل هذه اللقطات تلعب كرة القدم من اجل هذه اللقطات تلعب كرة القدم مؤمن زكريا بلعيب كبير امتعنا وامتع الجميع لعبة للاهلي ولعبة للذمالك ولعبة لمنتخب مصر مؤمن زكريا احرز اهداف على هذا الملعب مؤمن زكريا كان يستحق التكريم انه يخرج في ايد كابتن كابتن الزمالك شيكبالة واللي اثير لغت قبلها بدقايق على انه لماذا لما يحضر فيه الممر الشرفي اللي عمل واللي عبت النادي الاهلي اللي عبت الزمالك بعد الخسارة واللي يرد الصورة واللقطة بصورة ابلغت كل المعاني وابلغت كل التعبير عن لقطة عظيمة جدا جدا بيقدمها شيكبالة مع مؤمن زكريا الغالي على قلوب زي ما قلت الاهلوية والزمالكوية قبل وبعد وخلال التكريم لقطة تسوي الكثير يمكن لقطة لازم نبني عليها فيما بعد المباراة 90 دقيقة العب كورة زي ما انت عاوز تنافس كما شيء بص انا اياسف للمؤاطع تفضل كابت سابد حفيز مدير الكورة بالنادي الاهلي شكبالة كابتن نادي الزمالك والاثنين بيسلموا على بعض الاثنين بيحضونوا بعض في وجود مؤمن زكريا بص يعني دايما اقول جيمي وانا بعتاه زلك لانا اعطيها تلك بس دايما بقول انه هي الكورة لعبة بص المنظر بص بص الحلوة بص الجمال في النهاية في النهاية كريم لازم نبني علي دي لازم نبني علي الصورة دي صورة معبرة جدا 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 عن علاقة اللاعبين والمدربين والاجهزة والمعظم او الغالبية من مجالس الادارات ببعضها خارج الملعب دي صورة المباراة انتهت عصبية المباراة ورغم ان في فريق كسبان وفريق خسران عصبية المباراة انتهت خلي الجمهير انا عايز داي تنقل كمال الجمهير خليكوا كده جوه جوه التسعين دقيقة خلال التسعين دقيقة شجع فرقتك كما شئت كيفما شئت لكن برا المباراة احنا كلنا اخوات وكلنا احبها وفي الاخر دي صورة مصر دي صورة بتنقل الحالة الطبيعية اللي عليها لعبوا كرة القدم في مصر ما بين الاهل والزمالك وصورة معبرة عن الحالة اللي احنا بنحاول نوصلها انا في حاجة كنت مفكر اقولها قبل ما اخش الهوى بس اقولها لك وامري لله يعني انا قبل ما اخش على الهوى بصيت على الترند الترندات على تويتر واستنيت اشوف اللقطة دي ترند تمام بصراحة مش شفتهاش ترند ومش من العشرة الاوائل كمان في الترندات تمام يعني لو كنت سبعت او مشيت شوية كمان كنت شاليها ترند هو في خلل ما بيحصل عندنا انه حتى لما الصورة دي اتنشرت على السوشال ميديا فيه ناس قاعد يقول لك لا يا عم انت مش فاكر انت مش فاكر كبسا عملي انت مش فاكر الاهل اللي عمل فينا ايه انت مش فاكر يا عم لقطة كويسة يا سيدي لقطة حلوة يا سيدي مش عيب دايما نقول ايه انا وانت ممكن نزعى من بعض هل الزعل ده هيفضل طول عمر لا هيقول لك بقى ساعتا انت فاكر لما جيمي عمل فيك وكريم عملنا كلنا عملنا في بعض والاهل والزباكة زعلوا من بعض واتخلوهم مع بعض وإدارات ولعبين وأجهزة وكل حاجة لما يبقى فيه صورة حلوة بقى ما نبنيش عليها ليه لانه تغيير بقى اللي بقى منطقي اللي هو اللا منطقي اللي بقى منطقي عند الجماهير العادية بسبب تصرفات ومواقف كتير مش مهم نرجع لها خالص لكن تغيير ده بياخد وقت عشان كده انا ما قلتش ان هو هي دي الحالة لكن بقول مهم ما قوي نبني على الحالة دي مهم في صورتين وراء بعض مطلحقتين واحدة وشكبالة داخل الملعب مع مؤمن زكريا والتاني يا كابتن سالة عبدالحفيز واقف مع شكبالة وهناك روح من الود طب ليه روح من الود دي ما تتنقلش ليه صورة ما ناخدهاش ونبروزة ونهدي الأمور احنا عندنا حاجات كتير جدا جدا كويسة لكن للأسف ما بنبروزهاش اللي بيتبروز هو الوحش هو المشاكل فاحنا محتاجين علشان خاطر نحاول نغير ده الطريق بيبدأ بخطوة بيبدأ بصورة صح فطريق الإصلاح لحالة طبيعية داخل الملعب المصرية ممكن نبدأ بصورة زي طيب عظم جدا لأهلي النهاردة بقى من وجهة نظرك كيف تفوق على نادي الزمالك من ديال أولى لحتى ديال أخيرة تكتكيا تحس أن الأهلي كان متفوقا حتى مع بعض الفرص الشحيحة نادي الزمالك ولكن كان الأهلي في المجمل كان الأفضل باعتراف نادي الزمالك وباعتراف لعب نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك وجمهي النادي الزمالك اللي شايفه النهاردة نادي الزمالك ما قدمش مباراة كبيرة خلينا وقف على البرد وقولك يلا يلا بنا بصكري احنا في اخر حلقة واحنا بنتكلم على مين اللي هيكسب الاهلي عنده مشاكل الزمالك عنده مشاكل احنا في بداية موسم قلت لك الاقل اخطاء والاكثر اصلاحا لهذه الاخطاء هو اللي هيكسب مباراة السوب لان الفرقتين احنا لسه في بداية موسم الفرقتين عندهم بعض المشاكل الاهلي عنده مشاكل في وسط الملعب الزمالك عنده مشاكل في الخط الخلفي فتيجي قبل المباراة ده كان الكلام طب في الملعب لماذا تفوق مارسي الكولر على فريرة قبل ما اقول لعيبة تفوقت على لعيبة او لعيبة حالتك تحسن من لعيبة فريرة جخل المباراة بالشكل الاعتيادي الخمسة تلاتة اتنين اللي هرجعك تاني قبل المباراة اللي حذرنا منه فريرة وقلنا له انه في مشاكل كتيرة عندك في الخمسة تلاتة اتنين عندك مشكلة كبيرة في مكان احمد مصطفى زيزو في الجابهة اليسرى بيلعب خمسة تلاتة اتنين بيلعب مهاجم تاني جنب سيف الجزيرة لكن بيمين ناحية الشمال راهن وصمم جيس فالتو فرير على اللعب ناحية الشمال وتجميع اللعب دايما بثلاث لاعبين ناحية الشمال احمد فتوح بيزيد امام عشور هنا واحمد مصطفى زيزو لكن مارسي الكولر عمل ايه مارسي الكولر قال له تعالى هقفلك الناحية اللي مين لكن انا عندي حاجة انت مش هتعرف تعملها ان انا هشغل الجابهة اليمنى بتاعتي رغم ان انا هقفل لك جابهتك الشمال وده الرهان اللي كسبه الاول اللي كسبه مارسي الكولر في التحضير للمباراة راح جايله باكرم توفيق طاهر محمد طاهر عمر السلية عمل مجموعة ثلاثية وقفل الجابهة دي تماما بعد الربع ساعة الاولى من المباراة على نادي الزمالك وبالتالي قفل اسلاحة الزمالك الاخطى كل الناس قبل المباراة بتتكلب لما تيجي تسأل ايه هي اسلاحة الزمالك كانوا في افضل حالتهم بالمناسبة عمر السلية اكرم توفيق طاهر محمد طاهر تقفل بثلاثي قصاد ثلاثي لا واللي زاد الامر على نادي الزمالك ان طاهر محمد طاهر كمان كان بيزيد وبيهاجم اكرم توفيق كان بيعمل للزيادة خليني لما اشرح لك مارسي الكولر عمل ايه هقول لك ايه المفاجأ اللي عملها مارسي الكولر في الشكل النهارد يعني احنا هنا سبتنا جسفالد وفريرا عمل المتوقع والمنتظر لعب بثلاثة خمسة اتنين في الحالة الهجومية خمسة تلاثة اتنين في الحالة الدفاعية معتمد على نفس العناصر دون اي تغيير مارسي الكولر عمل ايه مارسي الكولر لعب بنفس اللعيبة لعب بنفس الحداشر لعيب اللي كلنا كنا بنقول انه يلعب بيهم بدأ المباراة بشكل الاعتيادي الاربعة اتنين تلاتة واحد هنروح ليه الشكل اللي بدأ بيه مارسي الكولر ايه دي رباعي في الخط الخلفي سنائي قدامهم كما هو معتاد سلاسي قدام تحت مهاجم وحيد طب ايه بقى اول حاجة عملها مارسي الكولر اول حاجة لما كورة مع نادي الزمالك النادي الاهل بيستقبل اللعب بيتغير التوجيهات طاهر محمد طاهر بينزل هنا رابع بيطلع برونو سافيو وبيقلب الاهل الطريقة لاربعة اربعة اتنين ليه قلبها لاربعة اربعة اتنين لان الضغط العالي اللي احنا حذرنا منه مارسي الكولر وانت جاب ليه وغيره جوا الملعب راح محاول اربعة اربعة اتنين ونزل عمر السلية ما بقاش بيطلع حمد فتح يضغط هنا او بديله في المباراة دي عمر السلية يطلع يضغط هنا على نادي الزمالك في مناطق الخطور لا لعب بثنائي هنا والضغط بقى مجموعة ديئ المساحات مداش متنفس في الزمالك لا للعمق ولا على الاجناب قبل المباراة قلت لك هنا يا كريم انه الاهلي لو قفل العمق بتاعه كويس جدا انقضع المساحات عنده اوبر هان النهاردة محمود بن طلي واكرم توفيه في تصريحاته بعد المباراة قالك اول تعليماتنا واللي اكد عليها في كل التمرنات اللي فاتت مارسل كولر غلق العمق تماما على نادي الزمالك لانه دي كانت صغر عندنا في المباراة اللي فاتت عمر السلية بدأ هنا جنب حمد فتحي طاهر محمد طاهر بقى ينزل هنا رابع احمد عبدالقادر نازل رابع برونو سابيو جنب شادي حسين ودي كانت الحالة اللي بيتحول عليها النادي الاهلي بيحول طريقته الاربعة اتنين تلاتة واحد الاربعة اتنين في الحالة الدفاعية وحالة استقبال اللعب كان بيعمل ايه كمان قولنا المجموعة اللي بتتعامل ناحية اليمين لما بقى يخرج عمر السلية هنا اللي ايب اللي في قلب الملعب يخرج عشان يقفل الناحية اليمين اللي فيها اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر عشان يقفل الجبهة الشمال بتاعت الزمالك عملها كم مرة النادي الاهلي عملها تمام مرات هنجيب لك حالة او اتنين من ضمن الحالات اللي ازاي قدر النادي الاهلي يقفل ده تاني استثناءا الاهلي ما بدخلش المباراة بشكل جاي ولازم نأكد الاهلي بدخلش المباراة بشكل جاي لكن بعد دقيقة 14 تحديدا استفاق الاهلي ورجع وثبت شكل ده في الملعب باقي المباراة الشوت التاني يخيل للناس انه الاهلي بدخلش بشكل جاي لا الاهلي كان مقسم المباراة الزمالك ملاقيتش حلول لانهما تخيلوا ان الاهلي تحت الضغط هيغلط وما غلطش وهنا كانت الحاجة التانية اللي عملها وارسي الكولر انه هو حارب فريرا بسلاحه هو فضل مستعين بالصبر وبعد ما سجل الهدف في نهاية الشوت الاول في الديها 38 عبر برونوسافيو بدأ الشوت التاني بمنتهى الهدوء ترك الاستحواز لجسفالدو فريرا لمدة 20 دقيقة وبعدها اشتغل على الكاونتر لك انت تخيل انه الزمالك متأخر في النتيجة والاهلي قافل ملعبه كويس جدا ويهدد مرمى الزمالك بكورتين لمحمد شريف بكورة لبرونوسافيو بكورة لطاهر محمد طاهر واخيرا سجل كريم فؤاد خمس كرات في شوت واحد الزمالك هو اللي دوميننت فيه ده كان دايما سلاح فريرا فريرا كان بيسيب لك الكرة والاستحواز وينتظر ان انت تغلط عشان يسجل مرة واثنين ده اللي عاملوا مارسي الكولر ايه كمان عاملوا مارسي الكولر مهم جدا 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 دور اكرم توفيق اللي عاملوا اكرم توفيق النهاردة ايه اعتيادي غير اعتيادي مفاجأة انا قلت اعتيادي والله يا بالخطأ لكن هو اعتيادي كمستوى ما قدامه اكرم توفيق انا قلتا خطأني لكن هو اعتيادي على مستوى غير اعتيادي على الادوار اكرم توفيق النهاردة عمل شيء عظيم جدا عشان يقفل وسط الملعب اكرم توفيق في المعتاد ده الشكل بتاع النادي الاهلي الاربعة اتنين هنرجعوا اتنين الاربعة اتنين تلاتة واحد طيب النادي الاهلي الطبيعي الطبيعي لما بجأوا النادي الاهلي بيشتغل ازاي النادي الاهلي عنده اتنين لعبة في وسط الملعب هنا طيب الكرة طلع على النادي الاهلي عشان يقفل العمق ان ايه اللي بيحصل لما بيحصل الضغط بتاع النادي الاهلي لك انت تخيل طار محمد طار كان بيلعبين كان بيلعب بكرايت طهر محمد طهرنا هجيب لك النهاردة حالة واثنين وثلاثة لقى باك رايت كان بينزل وكورة لما الاهل بيفقد الكورة يلعب باك رايت اكرم طوفيق كان بيلعب فين؟ جالي في نص الملعب ليه؟ علشان يقفل هنا لما حمدي يضطر يروح هنا عشان يقفل الناحية بتاعت معلول واللي الزمالك ريح الاهل فيها جد كانش بروح ناحية المين بتاعته كتير كان هنا عمر السلية موجود علشان يقفل الناحية المين ويخش معاه كمان أكرم يقفل في وسط الملعب فالاهل كأنه كأنه بوجود طهر وأكرم تحديدا بيلعب بالعيب زيادة دايماً بيلعب بالعيب زيادة بتلاقي إنه أكرم هنا طهر ينزل يقفل ليه؟ طهر بقدر ينزل يقفل علشان طهر هو السوبرستار بتاع مارس الكولر هو اللي بيطلب منه كل حاجة إلعب باك رايت يلعب باك رايت إلعب هافرايت يلعب هافرايت إنقل جناح شمال يتقلق إلعب لحد ديات سعين إلعب لحد ديات سعين إنت أسرت فهتخرج وسط المباراة يخرج إلعب صنع لعب النهاردة هوريك في لقطتين وهو بيصنع مرة لمحمد شريف ومرة لبرونو سافيو أهداف محققة من عمق الملعب فنروح بقى للحالات ونبتدي نشرح بقى الكلام النظر كان بيتنفذ إزاي في الملعب على الحالات اللي معانا ونبتدي بحالات المباراة وضغط النادي الأهلي على الزمالك في كل حتة في الملعب وإزاي كان بيضغط من غير ما يسيب مساحية دي كانت المعادلة لا دي لقطة الهدف رجعلي بقى لا رجعلي رجعلي لقطة الهدف من أولها نشوفها رجعلي لقطة الهدف من أولها بس وقف هنا وقف هنا بصك كريم الشكل ده كان موجود في المباراة اللي فاتت الأهلي كان بيضغط بالشكل ده من فوق قبل ما برونو ورجعها لي فريم كمان معلش رجعها لي وهي الكرة بتتبصى الباصل غلط رجعلي الباصل غلط رجع رجع كمان فريم هيا دي اللي معنا بس طيب حلو الباص دي كانت مع زكريا الوردي اللعيب اللي في وسط اثنين لعيبة من النادي الأهلي باص الكرة بتصرف خاطئ للخلف طيب بص كامل عيب بقى الخط اللي وقف عنه وربع لعيبة من الأهلي والزمالك دولها كريم ده تلت الملعب تلت الملعب لنادي الزمالك فأنت تقدر تقول كامل عيب من النادي الأهلي في تلت الملعب الأول لنادي الزمالك خمسة وترقم كبير جدا طب تعال بص كده انت شايف فيه مساحات زي اللي احنا كنا بنشرحها في مباراة الأهلي أمام الأسوان والإسماعيل شايف فيه مساحات في وسط الملعب لأ مفيش مساحات في وسط الملعب كل الخطوط قريبة جدا بصيلي بقى هنا تعالي هنا بص أكرم توفيق كده تحت كدر الشاشة ارجع تاني أكرم رحل فين هو علي ليه فين أكرم شاولي بس علي أكرم هنا أخر الشاشة تحت آه في آخر الشاشة قافل تحت الملعب علشان يقدر يخش يضمه جوا يا إما تالت مع قلبين الدفاع يا إما يخش يكمل جوا مش وقف على الخط مش وقف على الخط مش فاتح الملعب طب كمل لي بقى كمل كمل ده الخطأ طبعا وشرح الهدف انه جاي من ضغط واضح جدا بخمسة على خمسة واقف هنا فريم واقف واقف ارجع تاني بخمسة على خمسة قبل الكورة ما تطقطعا كريم خمس لعيبة من الأهلي ضغطين على خمسة من الزمالة أفل زوية تمرير أجبارة الرجل زكريا الواردي ما الناس دايما بيبص على اللقطة الأخيرة أفل زوية تمرير تجين طبيعا ده أحسن اللي عمله إيه رأيك يلا بنا عشان ترتاح برضه شوية لا أشوف المشي أه واشوف الحالات يلا أفل زوية تمرير أفل زوية تمرير اللي معمول هنا هو اللي خلا زكالال وردي غلط زكالال وردي الطبيعة ياخدوا الكرة يلبفوا يحطها جوه الملعب زكالال وردي لما لف لعما عندوز زاوية التمرير لحلافف عشان يرجحها وار برضو لقى زاوية التمرير مقفولة اخطأ خطأ طبعا غير مبرر وكرة راح بقى سجلة برونو سافيو طبعا انهاء مميز جدا من برونو سافيو واحنا كنا بنتكلم دايما هنا الفنش والجودة بتاعة الفنش بتاع برونو سافيو وخلينا نقول وهنوقف هنا ثانية على الجنب او شغالوا الجنب في البرزيلي عادي قلت عليها فنش برازيلي اصلي فنش برازيلي اصلي بتاع برازيلي اصلي مش برازيلي ما اخشوش من اللي كان بيحصل قبل كده لكن خلينا اقول اعجبني الكادر داي بص كريم انت ايه اللي تحس بيالي انتبع اللي يجيلك من الصورة دي ان العبت الاهل اكتر والعبت الزمالك وده مش حي وانه الاهلي فضع هجومي كمان ورغم ان الكورة معها زكالي الوردي وديه اللي قط اللي انا كنت عايزه بص برونو رايح على الكورة يضغط قبل ما تروح على رغم انه الطبيعي ان الباس هيروح للراجل السنتر باك عادي جدا ان الطبيعي الباس هيروح للمكانه الحمزة المسلوسي بالشكل المعتاد لكن ده ما حصلش حاجة كمان الهدف ده اللي سجلوك انه منشرح قبل المباراة وقلتلك برونو سافيو بيجيد قوي لما يروح في الحتة دي الزوم 14 او المنطقة على حدود التمنتاشر خاصة لو رايح على جنب من الجنبين قلتلك هو حط اتنين واحدة في مباراة اسوان والتانية في مباراة الاتحاد وفي مباراة الاسماعيلي والتالتة تابت ودي التالتة تابت اللي حطها برونو سافيو ليه مع النادي الاهلي واللي شايف هو افضل مصمم ان برونو سافيو ومش صنع العاب لكنه العيب مميز جدا في التالتة الاخر من الملعب نروح للحالة اللي بعد التسجيل طيب الحالة اللي بس ارجع رجع 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 تيني رجع تيني رجع تيني بص بص كريم ده امت اللي قطري في شؤون شوت وقف هنا وقف هنا بص كريم اللي قطري امت في شوت التاني تحس بايه قبل ما تكمل واشرح ان العيبت الاهلي كتير من حسن التوزيع والانتشار تحس ان العيبت الاهلي كتير بص هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في 10 يارضا من النادي الأهلي اللاعبة قريبة الخطوط قريبة دي تعليمات مدربة ده شغل اللاعبة بتتواجد فين كمل القطع هنا بعد القطع على طول والباس والتحرك بصكريم احنا قلنا ايه المشكلة اللي ويع فيها نادي الزمالك النهاردة المشكلة اللي ويع فيها نادي الزمالك النهاردة انه صمم على الجبهة اليسرى وقف لي هنا بقى كده وقف لي هنا وقف اي فريم واي كدر بناخده سواء متحمد او غير متحمد بتلاقي خمس لعيبة على الأقل من نادي الأهلي كدر جانبي كدر في التلت الأولاني للزمالك في التلت الأخير من الملعب في الحالة الدفاعية على الأقل في خمسة من الملعب ده بيقولك إيه مساحات مقطوعة التزام بالزونز والتحرك تنصيق ما بين اللاعبين تدريب جيد جدا وأن الرجل حطت العناصر اللي بتنفزله الأفكار اللي هو عايزها النقطة التانية الأساسية اللي قلنا أنها تسببت في خسارة فريرة عينات فريرة وإصراره على اللعب على الجبهة اليسرى دون الجبهة اليمنى دون تفعيل الجبهة اليمنى والإصرار على المجموعة الثلاثية الخطرة جدا أحمد فتوح إمام عشور أحمد سيد زيزو قدر مارسي الكولر يقفل هاله لكن ما قدرش فريرة أن يروح على الجبهة التانية ده اللي كان بيحاول يعمله دايما مارسي الكولر في المباراة عارف أن الجبهة اليسرى بتاعته أي فريق هيلعب النادي الأهلي هيروح يطارجة الجبهة اليسرى بتاع النادي الأهلي اقفل على علي معلول اقفل على أحمد عبدالقادر علشان خطر تحد مخطورة النادي الأهلي تبراج النهاردة عامل 60-70% من الشغل عامله من الجبهة اليمنى اللي هي إيه اللي هي جبهة القوة بتاعتنادي الزمالك قدر أنه يختارق مرة واثنين وثلاثة واربعة كم كم الحالة اللي بعدها دايما الخطوط قريبة أربع العيبة أربع العيبة ماسك سيء ووقوف سيء من العيبة الزمالك الكروس الكروس رجع الهيلة تاني رجع الهيلة تاني لأنه آه أحسن عواد بالخروج طبعا عواد النهاردة شايف كورتين تلاتة صعبين جدا لكن بص لتحرك بص لتحرك اللي اتكلمنا عليه قبل المبارة بتاع خطة فعل الزمالك مفيش ماسك مفيش ماسك اللعيب اللي في النص ده مش مع حد اللعيب اللي في النص اللعيب اللي في النص من نادي الزمالك مش مركز رجع يمسك مين مش مركز رجع يمسك مسبب اللعيب لوحده اللعيب اللي بعديه لوحده اللعيب اللي بعديه لوحده ودي لما شرحناها قبل المبارة جبناها في بعض الحالات للزمالك أمام سيراميكة أمام سموحة أمام فلامبو اللعيبها متمسكش خط الدفاع رغم بالعبو بخمسة ما بيمسكوش نفس الحالة لولا خروج عواد وقطع المصاري الكورة بالعرض واللي كان خروج موفق جدا جدا كوراجون لأنه اللعيب مستلم لوحده هتتكرر تاني يا كريم وأجابها لك فرحادة التاني بتاعك كريم فوقت كم اللي بعد بس وقف هنا وقف هنا رجع 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 هالي قبل التحرك قبل الباص قبل الباص بس بص يا كريم لقيت زمالك وقفين بيعملوا ايه سرحان غير طبيعي واضح تماما إن فيه لعيب هنا وقف لوحده عمر السلاو وقف لوحده أهو وقف بقى اللعبة كلها مركزة فيه اتنين لعبة قلت لك الأهل بيعمل دايما بيعمل عملية لسكرينيج فيه اتنين لعبة بياخدوا الأنظار اتكرارك كم مرة لما تلاقي النهاردة وقل يقول لك يا عم ما صدفة ما هو الأهل من إمتى بيلعبها كده لأ إحنا جبناها ماتش للتحاد المنستير والأهل يسجل الأهل بقى بيغير طريقة اللعبة نفسها آه لكن التكنيك بتاع الوقفة بتاع اللعبة وإن فيه اتنين تلات لعبة موجودين ما لهمش علاقة باللعبة ما بياشتركوش هم بياخدوا أنظار بياخدوا جمعة من الودافعين يطلعون برا اللعبة تماما وده اللي حصل حط الكرة ما فيش ماسك ما فيش تحرك ما فيش تركيز اللعبة بعد ما الكرة اللعبة تلعب ليه السواقف ما رحلوش المدافع الكرة دي لو جاي على يمين عمرو السلية كانت الأمور اتغيرت هي لولا ناجع على شماله ما لبسيتش لكن طبعا كرة خطرة وقفة دفاعية خاطئة تماما من نادي الزمالك كامل الحالة اللي بعدين الزمالك النهار دفاعين كمان تظهر بشكل مش عظيم هو في مشكلة في مشكلة دفاعية في الزمالك بس دي عوضة حجيمة طبعا طبعا الكادر الجانيبي الصيدل ده بص خط واحد خط واحد مسكين كامل لعيبة كريم المجموعة اللي هناك الخمس ستة لعبة دو المسكين كامل لعيبة اتنين لعيبة اتنين لعيبة الثلاثة اللي هنا مسكين كامل لعيبة لعيب واحد الثلاثة اللي دي النحاة دي يعني هنا الراجل دي إخاد أنظار كملها بس على البطيل يعني كمّلها سيبها ما توقفاش بس على البطيل لجل accordان الصراحة أصنا بيشاول الله المعلوم كمان بيقاله ساعة ساعة واللي تحتيه فاضي اللعب اللي بتحتيه كامل واللي وراه فاضي التلاثة التلاثة فاضيين يعني حتى هي مش خدعة ده السلاء عمالي شاوله يعني فاهم فاهم واضحة تماماً يا بقولك حالة من السرحان تاني والوقفة الدفاعية بتاعة لقيبة نادي الزمالك احنا مش بنتكلم النهاردة بعد ما الزمالك خسر احنا بنتكلم عليها في كل مبارات الزمالك اللي فاتت فلامبو سموحة سيراميكا وكلمنا عليها قبل مبارات السوبر الحالة والتفكك واضح تماماً تماماً على خط الدفاع نادي الزمالك محتاجين اعادة تنظيم وفريرة محتاج يغاير قناعاته مليون تأكيد انه يغاير قناعاته بالخمسة تلاتة اثنين او بالتلاتة خمسة اثنين حالة كمان حالة كمان وبعدين نروح بقى للمان في دماتش على فكرة الكرة دي تحسب التسلل وها بالمناسبة مش تسلل يعني بغض النظر ان هو عواد انقاذها وها كرة كلا مع ما شكلتش خطورة لكن بيقولك برضو حالة التواهان رجع للك كرة من اولها حالة التواهان الراجل اللي عالبعيدة مش ممسوك والعالقريبة مش ممسوك والراجل اللي بيعمل الكروس مش ممسوك بص كمل بص ايدي الباص ايدي الباص من هلا من طاهر من طاهر برونو سابيو هيعلقها هيعلقها بص بص كمل 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 العبها العبها مش هي على سرعتها اهو خلاص مش تسلل الخط اهو مش تسلل الراجل اهو اهو هيروح حمد فتحي راجع من الامام للخلف مش تسلل لمسة جون لو لبست رجل شريف جون هو كان موفق فيها عواد نزل التحتي بيقولك ايه المسك سيء القوف على خط واحد سيء الرجل لا ده ممسوك ولا ده ممسوك واللي بعده مش التالت جاي في النص برضه وما باللي اتنم مش ممسوك حالات دفاعية كارثية للزمالك نتيجة طبيعية جدا انه كان يحصل النهاردة وخلينا اقولك انه ناس كتير طبعا جمهور اهلوية بالناس الاهلوية فرحانين وزي بالقوية اكيد زعلنين على الخسارة في مباراة السوبر لكن صدقني جمهور الزمالك لو رجع عادل مباراة هاني وشاف كمية الاخطاء دي زي ما انت قلت هم مقتنعين ان هم يستحقوا الخسارة لكن هم مقتنعين اكتر ان الخسارة كتمكن تكون اكتر من كده بكتير والنتيجة كتمكن تكون اثقل من كده بكتير نروح بقى لالاخر سؤال قول لي قابل ما اروح للنجم نجم المباراة اللي انا عارفه من وجهة ناظرك استغلت الول على محمود متوالي محمود متوالي؟ محمود متوالي جاي من بعيد طب ينفع جاوبة على محمود متوالي ومحمد عبد ملم اللي تنمع بقى بس أنا ليه ميزت محمود متوالد محمود متوالد ده كان على وشك الرحيل من النادي لعيد بعيد خالص عن الصورة الموسم الماضي حتى وهو سليم كان بيبقى بعيد سنة نوية كريم سنة نوية بعيد يعني سيبك من الإصابة الإصابة دي غياب إكباري حتى لما كان بيرجع من الإصابة كان بيبقى بعيد عن التشكيل السائل الآلي أو حتى التشكيل الاحتياطية اليوم الراجل بيتمد عليه أساسي ويتقلق بشكل كبير جدا تتكلم بقى على محمود متوالد وتتكلم على محمد عبد المرامب رحمة رقم واحد محمود متوالد شهنة قابلنا زي ما أنت قلت هي ترتيب القدر الراجل أصيب إصابة طويلة ورجع أصيب منها تاني يمكن كان التأهيل ما كانش بشكل كافي يمكن ما كانش محظوظ وده موجود في الكرة بالمناسبة لعبة كتير إيدين هزار في ريال مدريد كان أغلى العيف في العالم وقت انتقاله من تشيلسي هو سوبرستار راح ريال مدريد ما قدمش ليه لكن يبقى الكواليتي ومحمود متوالد لعيب كبير محمود متوالد قدم كتير لعب وانتخابات وطنية لعب مع نادر إسماعيلي وقدم مباراية كبيرة جدا سواء في قلب الدفاع في مركز الليبراء أو حتى في وسط الملعب محمود متوالد لعيب كورة ولما تيجي تقول لعيب كورة في خط الدفاع عنده قدرات بدنية وقدرات فنية وقدرة على القراءة تحيي أنا عجبني جدا الصورة وأشكرهم على الصورة اللي حطوها دي وجاي وقلنا لو حتى ما رحلش من نادر إسماعيلي كان ترتيبه الأخير في ترتيب المدافعين الموجودين صح إنه ياخد قناعة وثقة الراجل اللي لسه جاي آه يعرف اللعيبة فيديوهات إنه ما يعرفش اللعيبة شخصيا إنه وصل إلى هذه القناعة ويبقى النهاردة محمود بتولي مش للمباراة الأولى منذ قدوم الراجل وهبيعتمد عليه بشكل أساسي للمباراة الخمسة على التوالي واحد من نجوم فريق النادي الأهلي في الخمس مباريات الأولى لمارسل كولر أعتقد إنه مكسب من مكاسب الأهلي مع مارسل كولر هو عودة محمود بتولي لحالته الطبيعية وخليني أقولك إنه محمود بتولي آه هو واحد من نجوم المباراة لكن لسه عنده أكتر من كده ونتولي لعيب كبير محمود بتولي واحد من اللعبة الأوليلة جدا اللي بلعبه في مركز خط الدفاع في مصر اللي عنده القدرة على قراءة مسارات الكرة على غلق زوايا التمرير على الخروج بالكرة بشكل جيد البلده بالممتاز سواء من الخط الأول أو من الخط الثاني محمود بتولي كمان كورته جيدة جدا لو جيت احتاجت في وقت من الوقات إنه يتواجد في وسط الملعب يبقى موجود محمود توليك لعيب مركز 6 أو لعيب مركز 8 جيد جدا لكن أعتقد نقية محمود بتولي أروح في نص دقيقة عشان أعرف إن الوقت أكيد بيجري منك في نص دقيقة قبل ما أروح لنجب المباراة أروح لمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم بيتفوق على نفسه يمكن تكلمنا كتير على محمد عبد المنعم وإنه بس في حاجة كلا بيسموها temper management أو ضبط ضبط حالات الغضب أو الحالات المزاجية محمد عبد المنعم هو بلا جدال بلا جدال واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية مدافع دولي من وقت التواجد مع كاروس كيروش في بطولة الأموم الأفريقية الأخيرة النهاردة خليني أقولك أرقام بسيط نسبة تمريرات الصحيحة لمحمد عبد المنعم 96% محمد عبد المنعم النادي الأهلي النهاردة عمل 18 قطعة لكرات وتمريرات من نادي الزمالك للأمام في اتجاه مرمى النادي الأهلي أطع منه محمد عبد المنعم 10 من 18 يعني خليني أقولك إن احنا بنتكلم تقريباً عن أكتر من 55% من التمريرات المقطوعة على النادي الأهلي الخطرى نادي الأهلي أطعى محمد عبد المنعم تاني اللي احترنا كتير ما تكلمنا لو أنت قفقرة كريم على مين نجم المباراة لكن انا خليني اقولك بقى مين نجم المباراة ونقوله ونقوله ونخلي ناس هي تشوف مين كان نجم المباراة مين ميستر اكس اللي النهاردة تواجد في الجابهة اللي ميت حرقتهولي طلعلك اوه طلعلي هنا كمان هو كان بطلع في كل حتة في الملعب والنهاردة يستحق كل التقدير طهر محمد طهر طهر محمد طهر رغم اوقات الضغوط الكبيرة عليه من الجماهير يمكن بالصدفة يا كريم قبل المباراة بجينا هنا وقلتلك ليه طهر محمد طهر كل المديرين الفنيين بيحبوا طهر محمد طهر الأجانب وليه مارسل كولر المفضل بالنسبة له طهر محمد طهر وكان فيه اكتهادات كتير وناس اتكلمت انه عشان تم طرده في المباراة قلت له من اسماعيلي الرجل هيغيره قدام زمالك قلتلك طهر محمد طهر الرجل مش هيطلعه من الملعب طول ما هو موجود طالما طهر سليم ربنا يعافو يحفظ اللاعبين جميعا يعني طهر محمد طهر النهاردة يا كريم عمل كل حاجة في الملعب هجيبلك قبل ما خش على الحالات عمل كلها لعب باكريت لعب صانع لهاب لعب في وسط الملعب لعب جناح يمين لعب جناح شمال وعمل كل الأدوار اللي اطلبت منه خلال المباراة وخلينا اقولك لما اجيب آخر لقطة في الفيديو او في الحالات اللي معنا هقولك انه لعب هذه العقلية انه وصل الى اديها تنين وتسعين بحالة من الجاهدية الذهنية قبل البدانية في الفنت اللي عمله الامام عشور وبعدين يعدي ويعمل الكروس نجم كبير جدا طهر محمد طهر النهاردة ادي 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 واحدة طهر محمد طهر لا ارجع بقى تالي من الاول هو الاخوال اللي اخدت كورة من البداية القطح قفل زوايا التمرير اللي اي مدير فني بيلعب عشانه قادي القول الراجل قفل زوايا التمرير ومتواجد في وسط الملعب ناحية اليمين وفاتح كمل اللي بعديها على طول نركزين على طهر فهاتل الحالة اللي بعديها الحالة اللي بعديها كمل تاني كمل تاني كمل اسرع شوية كمان على سرعتها بصها كريم بصها كريم بص هنا هنا مين المتواجد طهر محمد طهر طهر محمد عشان قلتلك الطريقة بتقلب اربعة اربعة اتنين ده اربعة اربعة اتنين كابعاب الاهلي ومتواجد علشان يمكن الكرة دي تصبت خطأني يعني هي كترامي التماثل صالحه لكن قفل زوايا التمرير رأتل الحالة اللي بعديها الحالة اللي بعديها لطهر كمان كمل 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 كرة دي هتتجمع كمان كمل واتروح ناحي التشمال وهيرح طهر بص بقى بص بقى بص بقى بص بقى قفل هنا قفل هنا لا ده طهر قبل اقرم الله ينقول عليك لانه اقرم كان من الادار اللي بيعملها اللي بخش يقفل تالت مع المدافعين صح هنا اراجع لي تاني طهر محمد طهر متواجد فين في الزهير الايمن في مركز الظهير الأيمن جبناه ووجناح جبناه في وسط الملعب جبناه وبيلعب في مركز الظهير الأيمن كمل كمل هي دي هي دي اللقطة اللي أنا كنت أقول لك عليك بص يا كريم ما بيهزرش طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي تحديدة مع مارسي الكولر الأجريسيفنس والأجريسيفنس ككورة مش الأجريسيف إيزاء الأجريسيفنس زاد جداً عند طاهر محمد طاهر مع مارسي الكولر كمل كمل اليمين. كمل بقى. كمل. اه. كمل لو فكرك بحاجة بعد مكورة توصل لاخرة. بص. بص. التحرق. يا كويس الكادر جايب معنا. كمل. كمل. التحرق جوية 18. القطعة. القطعة على نقطة البنالتي. يمكن الانهاء ما كانش افضل شيء. وكلمنا ورده على قصة الانهاء دي قبل المباراة. لكن طاهر محمد طاهر اللي كان فتح الملعب فيه اقصى اليمين. مجرد مكورة تحرك تحرك اوتوماتيكي بيعمله مارسل كولر. يجيده تماما طاهر محمد طاهر. كمل. كمل 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 بقية الحالات. كمل. اه دي دي طبعا اعادة الكرة يكون بيكلمة الاختراك بص الاختراك. احلى كرة عبدالقادر في المباراة. طبعا. اما هو احنا بريتكلم ان عبدالقادر بيقعد في المباراة. لانه لعب مميز جدا على صعيد الحل الفردي. ممكن يعملك حل انت مش موت. خلي ممكن يعمل. دايما بيعمل حل الصعب. روح اللعجة. منطقة انا بص الرجل المتواجد فين? بيعمل بمنتالة اريحية انفراض لمحمد شريف. بمنتالة لاندوش مشكلة. كمل. كمل. متواجد بصها كريم. بيتحرك ما بيقافش. طاهر محمد طاهر بيتحرك ما بيقافش. كمل اللي بقى هات للاقطة الهدف. للاقطة الهدف فيها كلام كتير قوي. لقطة الهدف التاني للنادي الاهلي كمل. ده الباص. الاسست اللي اتعمل لمحمد شريف. لأ 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 لقطة لقطة لا مش ديه. مش ديه. مش ديه. لقطة الهدف بتاع النادي الاهلي التاني. الاسست بتاع طاهر محمد طاهر. والهدف دي اللقطة بتاعي. دي اللقطة بتاعي زيزو. معلش رجعلي تاني اللي هي لقطة طاهر. لقطة الهدف التاني للنادي الاهلي. ايو هي دي. هي دي. بصها كريم. بصها كريم. لا مش دي. دي تتزديدت محمد شريف. دي تتزديدت محمد شريف ودي ودي اللي انا كنت مشروح لك في البداية كريم اتراك الاهلي رغم منه ساب الاستحاوات للزمالك هدد مربع زمالك خمس مرات في الشرط التاني كمل 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 هاتلي اللقطة الهدف التاني للنادي الاهلي الباص بتاع افشا لطاهر هنرجع عليها تاني هنرجع عليها تاني طيب اجمالا اجمالا يا كريم طاهر محمد طاهر مش بس هو نجم النهاردة مباراة اليوم نجم المرحلة مع مارسل كولر في النادي الاهلي هو الفريق لكن نجم المرحلة هو طاهر محمد طاهر اللعيب مش اقول اعاد اكتشافه لانه طاهر لعيب جيد من فترة طويلة لكن اعاد تلميعه بالشكل اللي عليه حالة طاهر محمد طاهر دلوقتي هو مارسل كولر لكن احنا هنا اخترنا نجم لليوم اهي اللعبة وخلينا نشرحها تفصيلا اللعبة دي في ديئة 92 يا كريم لك ان تتخيل ان اللعيب اللي اخد الكرة ده وعمل الفنت ده وعمل الكروس بشماله مش بيمينه بالدقة دي في ديئة 92 لعيب بيلعب من بداية المباراة غطى تقريبا كل مركز اللعبة في الملعب عشان كده طاهر محمد طاهر بص يا كريم اللي اعادة الكرة بتتعاد معانا تاني بص الراجل عارف انه لو حطاها تاني لعيب متسلل خلاص دخل في التسلل كمل كمل عمل فنت يمين وخده شمال امام عشور راح خلاص عمل عمل كروس دقيق جدا برجل الشمال على الارض شايف رفع عينيه شايف كريم فؤاد الناحية التانية والتسجيل واحدة من الابرز لقطات طاهر في المباراة فالنهار دا الراجل بيكمل بقى الاداء لتكتيك العظيم جدا اللي عمله غير الاسيستر محمد شريف اللي ما كانش ناجح راح عامل اسيست تاني ليه كريم فؤاد لينهي النادي الاهلي المباراة بفضل ادوار كتير قوي عمل اطار محمد طاهر بالنسبة لي هو نجم المباراة الاول لكن قبل ما اختم معك كريم انا بالنسبة لي نجم المرحلة في النادي الاهلي نجم المباراة نجم كل شيء في النادي الاهلي في هذه الفترة هو المدير الفني السويسري والصفقة الابرز لنادي الاهلي في الانتقالات الصافية هو المدير الفني مارسيل كولر. جيمي انت حقيقة متعتني كالعادة. حبيب يا كيف. متعتني سادة المشاهدين وكالعادة تحليل وافي لكل تفاصيل هذه المواجهة وفوز النادي الاهلي اليوم بكأس السوبر المصري. انا باشكرك شكرا جزيلا على اتواجدك معي النهار. حبيب يا كريم. شكرا جزيلا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معنا الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشل تحليل حالات التحكمية في مباراة اليوم وبعد الكابتن جهاد هيبقى عندنا ايضا قاعدة تحليلية كبيرة مع النجوم الخبار كابتن سامي الشيني كابتن حسن مصطفى خليكم معنا. اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لسا مكملين معاكم بعد فوز النادي الاهلي بكأس السوبر المصري للمرة الاثناشر في تاريخه اليوم على حساب نادي الزمالك بعد افين دون رد. نهاردة حكم المباراة او تاكم تحكيم المباراة ممكن تقول ما عملش حاجة غيرت في نتيجة المباراة صحيح ممكن ما تقولش انه عمل ازمة ماشي ما فيش بطاقة حمراء مثلا او خناية او مشكلة ماشي بس تحس كده ان الناس كلها مش راضية عن التحكيم انها مش راضية مش مش متضايقة مش راضية صح يا كابتن جهاد؟ او مزبوط. عامل ايه يا كابتن جاد. وحشني جد. انت قت. اخبارك ايه؟ كله ازمة. امورك حلوة. كله تمام. نهاردة تقوم بتحكيم هو يمكن عشان كمان مش اسم كبير الحكم وبعدين في حاجات كده حسنت في مباراة ممكن تبقى اقتباد انها صغيرة مش كبيرة او اصيط على تكتر المباراة ولكن برد حس انه كان عنده اخطاء يعني. بص اكريم الاختيار من الاساس مش مظبوط احنا مصر كبير زي الالوزي مالك السوبر المصري اكبر ماتش في شرق الاوسط فلما تجد تختار الحكم عندك حاكمين اتنين مهمين جدا اول حاجة الجنسيتين بتوع المدربين قابلت عنهم خلاص مش مضطرة نروح للجنسيتين منع لكل وقال فانت جيبت برتغالي زي فرير فمشكلة حاجة التانية لازم نغبة ايه لازم اعلى مستوى في اوروبا فانت جيب قلت حاجة نتعلم منعك حكام مصريين يعمل شوق تحكيم محترم تستمتع بالتحكيم زي ما استمتع بالكور وساعته تقول بقى فعلا ده الحكم ده افضل من اللعن مسلا يعني بالسطس حاجة يبقى في الاخر على الاقل قدم درس الحكم صح فده مش موجود النهارد الراجل مش مصنف جبته نفس جنسية مدرب من المدربين اللي اتنين اي نعم الكلام ده مقصرش بس وارد الكلام ده كان نعمل مشكلة صح اي حاجة بتقول مثلا لو مسلا زمان الكسب وكان الحكم خد قرار كان هيطلع 1000 واحد ب1000 واحدين مليون واحد بالضبط يقولك اه ما عشان برتغالي فعايز يكسب البرتغالي فهنخش في الافلالين فاته ما فوت تريح نفسك من الكصة من الاساس من الاساس تحرار المشكلة الخالص اللي ما اخترش نفس الجنسية من المدربين اجيب حكم على مستوى كبير اسم كبير اللعبة على فكرة النهارده قبل منزل الملعب عارف الاسم اللي جاي ما يعرفوش غير ما يكون اسم جاي لك اسم كبير في الاتحاد الاوروبي او رايح كاسعالم فبالتالي نازل اللعبة كلها عارفة ان الرجل ده لا اسم كبير مش هيتكلم النهارده كان في لعبة كتير جدا كان فيه كلام كتير جدا في الملعب كان فيه اخطاء كبيرة حكامنا ما يقلوش عن المستوى ان الحكم الموجود بالي يزيده كان مستوى فبالتالي انت عندك النهارده الناس كلها خارجة مش ماسك حاجة معينة في تحكيم ولكن مش رضيهم كل الرطا هو ده هو ده انه انت فعلا الحمدнуть من سلاة رب العليا ويمكن عشان المباراة نفسها خالي بقلتلها حتى قبل ان هي كتراح يمكن في التجاه الاهلي شوية او بانت ان هي رح فنيا في التجاه النادي الاهلي والزه مالك كان مش افضل فنيا من ناديك لو المباراة فيها ندية واضحة من الاهلي والزه مالك كان ممكن يبقى في مشكلة هتصدر مشكلة ومشكلة هتسمع في الشارع المصري كله لكن الحمدله ان الدنيا مشت في اتجاه يعني كان الفريميني أبو الزبط لا في الآخر الدنيا مشت في اتجاه وبالتالي التحكيم ما كانش مؤثر في المبرأة عارف بقى كمان في نقطة قبل ما نروح للحالات الحالي بتقوله ده انه احنا دلوقتي احنا منتحدث عن حاكم مش جيد احنا ما منقولش حاكم مش جيد عشان بس أثر في نتيجة المبرأة وغير نتيجة المبرأة الفريق عشان بعض الناس يقول لك أنت بتكرموا دلوقتي عن الحكام عشان كسف فريتي أو خسر فريتي أو خسر فريتي اللي قدامي لا انت دلوقتي بتتحدث عن التحكيم ما كانش جيد رغم انه ما فيش نادي بشكل واضح طالع النهاردة بيقول ان الحكام كان سايد ان في مشكلة اه وفي مشكلة لكن بتتكلم الكوالات اللي موجودة مش الكوالات اللي احنا منتظرانها في حالة فماتش كبيرة زي رزقك صحيح دي مهم اول الحالات اوكي خش على الحالات عطول يلا حالات خشت الزمالك ولا الاهلي تمام هتبقى معي ده دي الحالة الاولى فيه تهور من لعبة الزمالك دخل بتهور تهور واضح في الديئة 13 الرجل ادى انذار وانذار مستحق الواردي برضو بنتكلم عن الواردي وتهوره الرجل انذار وانذار مستحق في الديئة 13 مهم جدا الانذار ده بيجسابك المتش لما يجيلك انت كحكم في بداية المباراة لقطة تحكمية بتهور بالمنظر ده ما تسيبهاش يخد فرصة بتجيلك واخدني كحكا اخدني استغليني كفرصة جاتلي طبعا دخول رجل طبعا الرجل بين الرجل والرجل ما دخلتش مباشر عشان ما متكلمش عن الكارتة الأحمر وبالتالي ده نظار مستحق اه طبعا لقد دي لمسة الرجل اه بالدخول بالمنظر ده دخول بتهور نظار مستحق وبالتالي قرار سليم الحكام بس لو لمست لجل ده كارتك هتبقى طلب لا لو داخلت الاستاذ كسلاح في الرجل بالكوة والسرعة اللي دخل بقى دي كانت اوتوماتيك نروح للكارتة الأحمر نفس الكلام بعدها بيديها بالزبط اه لقطة برضو بتهور اللعب النادي للأهلي دي بقى كان يعني فيه اه مسك من اللعب النادي للأهلي تستحق انظار لكن اللي تحتى فرصة كانت اهم اه يعني انا دي بقى خبرات حكم دي خبرات حكم مش موجودة الزمالك اللي بيعترض زمالك اللي بيعترض زمالك مش على الانظار انت وقفت اللعبة ادي له انظار يعني هو الانطباع اللي تقال من اللعب النادي الزمالك انت وقفت اللعبة وبواسطة هجمتي ادي له انظار فالانظار كان بناء على طلب اللعب الزمالك ان هو الانظار مستحق وبعدين فيه لقطة برضو تحس ان هي حكم ضعيف الشخصية انه انت لما لعبت نادي الزمالك راحت هي مكتبا البطاقة مستحقة البطاقة مستحقة بس انا اللعبة دي فاتليه تستنى لما لعبت الزمالك راحت تغطل عليك عشي ترح تدي الانظار لا دا الهام من كده كمان انت ما عندكش ما عندكش قرية للعب قرية اللعبة ان اللعبة دي فيها فيها هجمة وعدة للزمالك الراجل راح واحد على واحد فاستمرار اللعبة كان وجوب في اللقطة دي صحية يستمر اللعبة وبعد كده ارجع للانظار بعد كده هنفش مشكلة بعد ما اللعبة هتخلص يعني صحية نشوف اللي بعدها دي لقطة اللعبة هي لقطة التالتة نتكلم على الانظار للسيميوليشن طبعا هو وجوده كان بعيد بس انا مشيت مع الانظار اللي ساب بسيطة يا كريم ان هو الراجل شاف وفي اشارة لو رجعت بالخطوة هتلاقي هو بيشاوري ان الراجل فتح رجله بصي هو مهاجم الاهلي عدة هو اللي فتح رجله عشان توصل للحرس المرمى يعني هو اللي فتح رجل لبرة يعني هو اللي هو اللي عمل اللي هو اللي عمل الاحتكاك مش العكس وبالتالي في عندنا موجود في السيميوليشن موجود ان انت لما انت تروح للتلامس انت كمهاجم تروح للتلامس مع الحرس ده بتعمل شيتنج للحكم وبالتالي الانظار مستحق طيب اعادة تانية كبير ابص حضرك هو هو القصر بس ازاو دي اعودة هو الرجل الشمال هي اللي راحت هي اللي راحت العواءة تلمس فيه مش العكس صح وبالتالي الانظار مستحق السيميوليشن موجود لان مش كل السيميوليشن تروح له ان انت مفيش تلامث دي الحاجة للحالة 어떻تسبانية الوحدة للتلامثهم في السيميوليشن مش اللعبة دي بص يعني ااااااا ايو подумesq الكور تعالى بقى ان انا مستنى اسمع رايك في الحاجة جدا هو المسك الكورة مش مش مبرر انت امسكت الكورة تعمل خطأ عايزينا المى زاوية الأقرب يعي في زاوية تانية مش مبرر انت امسكت الكورة في مش مبرر انت تعمل خطأ لكن أنا الحاجة الوحيدة اللي التمسها للعزر الحاكم كان فيه اندفاع من معلول يعني اندفاع من هنا واندفاع من هنا اندفاع من الاتنين بس ما عواد رفع رجله أنا مش مختلف معاك اللي بديه كريم لو احتسب رجل الجزاء وده نظر العواد هنمشي معاه كفار هتمشي معاه ما احتسبهاش همشي معاه اللي بديه فيه اللي بديه صبرت الحاكم الاندفاع معلول ما ديرش يقاف واندفاع عواد نفس الكلام لو أنا كحكم احتسبته راكل الجزاء استحالة الفار يرجعك فيها لو أنا كحكم ما احتسبتهاش لان إما أعمال كده احتسبتك يا لان انت بدت تدخل كفار في الخطأ الواضح في اللعبة دي مافيش خطأ واضح ده مش خطأ واضح خطأ واضح ايه؟ إنه هو اخذ قرار مافيش تركل الجزاء مش خطأ واضح لو احتسبها راكل الجزاء مش خطأ واضح هو الكصة بص اندفع من الاتنين جاي عوض مندفع و جاي معلوم متفع لا هو فيه تلامس حصل بس بقولك ايه لا ممكنش ده جاي مندفع وده جاي مندفع الرجل بالمنظر ده انا كحاكم لو احتسب لك الجزاء همشي معك كفار تعمل كسكسوال فضل لو انت حاكم المباراة في المباراة ده تحسبها ده بالجزاء لو بيحسس حاكم المباراة بالمنظر ده لو فرحت زاوية شفتها حسبها تحسب لك الجزاء لكن انا بقولك الليه الفار ما تدخلش الفار انا بتدخل في حالة الخطأ الواضح من الحاكم عواد فيه اندفاع انزحلة على الارض ورجل ارتفعت على الارض معلول كده كده مندفع معرفش هاف يعمل ستوب يبريد عنه وبالتالي للتحكية اللي حصل ده لو حاكم حسبه راك الجزاء استحالة الفار يرجع وفي نفس الوقت لما ما حسبوش برضو استحالة الفار يقول له لا انت اخطأت حسب راك الجزاء فهي تمشي كده وتمشي كده فاحنا صبرت مع الحاكم ان ما فيش فارك الجزاء دي حقيق مش عايز اقول مش عايز اقول اكسي بيرشان تاني ان خمسين خمسين لأ هبتكلم في تمشي تمشي ده وتمشي ده نشوف اللي بعده دي ناس اكلمت عليك كتير عشان راك الجزاء اه انا بتكلم لما يكون موجود اللي هو بتكلم ده ما فيش الوانية ما فيش فيها حاجة التانية اللي اتنين احتكاك طبيعي جدا قبل الصعود قبل ما تطلع اللي احتكاك حصل قبل ما في لعب الاهل ما يطلع فوق كتف في كتف استحالها كريم في اللقطة زي دي احسن فارك الجزاء دي منقولها نطق نفق مش كفاية اه يعني التواجد ده مش دافع في الظهر او مسك او في خطأ واضح وبالتالي دي دي مش كفاية حش انت حسب على راك الجزاء الاولانية مش فيها حاجة احتكاك طبيعي جدا تمام خالص التانية اللي الكتف كتف قبل عالفاك لو زاء وهو راجل فوق في الهوى اقولك قبل مش عارك للجزاء لكن الكتف كتف كان حصل والاتنين عالارض مكاسعك شوان فاستمرار اللي عام في اللقطة دي بمنتهى الامانة امشي معه تمام يعني مش ضرب الجزاء لا مش راك للجزاء عاصر شوف اللي بعد شوف احنا نتكلمين على رمي التماس تمام الاعتراض بالمنظر ده انظار مستحق قبل الاعتراض لانه اعتراض على المساعد بتاعه وده امشي معا فيها الشوط التاني الحاكم تطور لما دخل في الماتش قبل كده كان على فجهة كان بعيد اول الشوط الاولان كان بعيد عن الماتش واللي بيحصل في الماتش شوط التاني بدأ بدأ يتحسن بالضبط بدأ يحس بالماتش وخطوط الماتش ممكن الماتش يفلت منه فبدأ يحس بالكسر يعني رمي التابعة حتى لو اخطأ الحاكم المساعد مش من حقك كعلم علول او اي لعب يروح اعتراض بالمنظر ده فالاعتراض بالمنظر ده المقابل بتاعه كارتة اسفر وقرر صحيح الكرة دي تسلل؟ لا خالص بص اولا المساعدين يعجبوني المرضى جدا كانوا هاديين جدا وموقفهم صح كل الليعبتي الأهلي في موقف سليم مع ده اللعب اللي يوجود عنه يستمر اللعبة واحد من مل مل اللانعبة ثانية نجد عديده انا فينا هادي لعبت لعب ده اولا ممكنش في موقف تسلل دي لعبة ثانية الكرة سبايت بزاق فما تفكرش في تسلل خلاص الكرة سباة كل الناس فلما تتلعب لعبة تانية تتكمل دي لعبة تانية خلاص مفيش فها تسلل وبالتالي اللعبة من البداية للنهاية فيش تسلل في اللقطات الاثنين استوى لو كيدخي الجنك هنرجع للفور حتى لو حصلتها لسهب تسلل كان هيرجع ويتأكد منها مفيش فها تسلل واللعبة كلها سليمة واستمر اللعبة وقارة سليم من الحاكم المساعد الحاكم ده أو طيب التحاكيد ده اختيار كلتنبرج ده بالتأكيد لان الحاكم ده حاكم في السعودية معاه ففيه علاقة يعني اللي هو عارفه يعني فهو حاكم معاه في السعودية في الدور السعودي في مطش من المطشات اللي أنا صنفتها يامها كان مطشة مش مطشة منافسة مطشة في جنص الجدول اتحاد الكرة من يومين كده طلع بيان انه بيدعم تاتنبرج ايه رأيك مش عارف الدعم بدر قوي حاس انه بدر قوي انا بيجرم ازوعين احنا حتى لما اتسألت الدنيا ماشي ازاي اتحاد التحكيم فيه اخطاء موجودة قابت في الدور المصري كايزائي دوري واحنا مدعمين للراجل والتجربة عنداش مشكلة خالص بالعكس احنا عايزين ان التجربة تنجح عشان التحكيم المصري عشان المارك نفسه لكن الدعم بدري قوي كده انا نفس استغربت الموضوع الدعم لسه بدري قوي على الدعم لسه لما السنة الفدت تفتكر احنا كلمنا بعد الاسبوقة الثامن لكن بعد الاسبوعين شايف الدعم بدري شوية تلاتين برجاء يقعد مع الكورنة المصرية كم سنة مش عارف سؤال مش عارف الدينة مشي ازاي مش عارف الوضع اللي جاي ايه الفترة اللي جاي ايه كاس العالم اللي جاي وهو نسبة انه عايز يروح يحلل في قناة من القنوات فمش عارف الفترة اللي جاي فيها ايه لان الموضوع ان انا حلل واسيب الحكامي ومش موجود في مصر هتبقى صعبة جدا الفترة اللي جاي يعني ممكن يمشي طوعية كل شي وارد ولا هنمشي هو دلوقتي طالب هو طالب يروح يحلل في قناة من القنوات الكاس العالم وانا عندي معلومة انه هو فعلا مضى في القناة دي يعني مضى تعاقد انه يحلل الكاس العالم في القناة دي طب انت دلوقتي كاتحاد كورا مصري هتسيبه يروح يحلل ويسيب الدور مصر عندنا هشتغل في كاس العالم زي ما عارفنا والمشاط موجودة والمنافسات موجودة هل هو هيروح وما فيش عندنا لجنة كمان ما فيش موجودة لجنة فكل الكلام ده هل يتم السماح لي انه يسافر ويسيب الدور وفيش لجنة موجودة هتظهر ازاي التحكم في مصر هو ده السؤال فالكلام ده كله هيبان في البداية كاس العالم يعني عندما بتكلم على اسبوع عشر تياب ربنا يسطر ربنا يسطر ان شاء الله كابتن جاد شرفت نوارتك العادة شكرا جزيلا هل يشكرك شكرا جزيلا نستم كميرين مع حضراتكم بعد الفاصل الكباتن الكبار كابتن سامي الشيني كابتن حسن مصطفى خليكم معنا الأهلي بطنالي السوبر المصري بعد الفوز اليوم على نادي الزمالك بعدفين دون رد البطولة رقم 12 في تاريخ نادي الأهلي في السوبر المصري شرفني وينوارني التحليل هذه المبرأة كمة النادي الأهلي وكمة نادي الزمالك في السوبر في أرض الإمارات الكباتن الكبار كابتن سامي الشيشيني كابتن سامي مشرف ومنوارك العادة كريم وحشني وحضر لك محشني جدا أخبرك ايه أمورك كويسة؟ يا رب ده كابتن الكبير كابتن حسن مصطفى كابتن حسن مشرف ومنوار شرف لا زي كل مرة كده والحضر كنت أنا مبسوط أني أنا معاك كل مرة يا فهندم ده شرف لا ربي خليك معك كابتن طبعا الكبير كابتن سامي الشيشيني طيب أمل سعيد بوجودي معاك كابتن سامي عبدأ كيف خسر الزمالك ولا كيف فاز النادي الأهلي اليوم لا نبدأ كيف خسر الزمالك كيف خسر الزمالك لأنه البداية المشكلة كانت في الزمالك الأول أن أنت طريقة لعبة بدأت بيها اللي هي 3-5-2 أو 5-3-2 زي ما بتقول دي طريقة اللي عببة مش متعودة أنها تبدأ بيها دي متعودة أنها تنهي بيها فالراجل اللي ما بدأ بيها النهاردة لما تلاقي زيزو أنت عندك في فروق في الفريق في بعض اللعيبة الفروق الموجودة موجودة في زيزو موجودة في إمامه كان الوينش في بعض اللعيبة مميزة في بعض اللعيبة مؤدية في الفرقة لكن في الآخر الفرقة بتشيل بعضها النهاردة طبعا عدم وجود الوينش في خط الدفاع دي أثرت بشكل كبير جدا على الخبرات النهاردة ما تلعب الجزيري مع عبدالغاني مع حسام الخبرات قول إيه يا بالذات أنت عارف المسوسي مش مساك حسام لسه خبراته سنة أولى الوينش بيشيل يعني عارف نحن في شغل الكرة وحسن عارف الكلام دا كله كل خط لازم فيه خبرات في حد تقيل يقدر يتكلم مع الخط تحس أن فيه أكتر من كابت موجود في اللقاء تبدأ حرس المرمى المساك وممكن يكون أحد من الفراغ فبالتالي خط بتاع خط الدفاع ما فاكرة ما عندكش خبرات كبيرة نص الملعب النهاردة الوردي ما عندكش المرضود الجيد في الحد من جيل غاد دلوقتي أزيزو مش بنقال بيجي بدهره هو عايز يجيب وشه بقى وشه المرمى يبقى عنده مساحات الرجل يجي من تحت يكمل كافر والتاني ينزل يلم مع نص الملعب يقفل نص الملعب النهاردة لو ركزت في اللقاء أزيزو على طول بينزل نحت الشمال عند إمام طب انت بتنزل عند إمام بتنزل عند فتوح وفي نفس الوقت في الميالين بتاع نص الملعب اللي هو بنتكلم على رؤى فبالتالي جبهة تحس انت هشغال شمال والجبهة اليمين مش شغالة خالص الوقت يبقى فيه أمام نحت اليمين وزيزو نحت الشمال تحس ان جبتين شغالين هتحس واحد عامل جبهة نحت اليمين واحد مع المسلوسي اللي هو بنتكلم على أمام مع المسلوسي معه لو كان موجود لو أنت كنت بدأت بمقبوحة زينمار الكلام بيبقى فيه جبهة شغال نحت الشمال بتلاقي زيزو شغال فيها سواء معه بقى فتوح معه حد من من أيام ما كان فيه طبعا لو تفتكر كان فيه رؤى كان شايل الحتة دي في الكاس لأن الكاس مصر اللي احنا كسبناه فيه أكتر من العين مش موجود فيه النهاردة عبدالغاني كان بيلا عبدالغاني لو تفتكر جنب إمام النهاردة عبدالغاني وورا الكنين اللي 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 عابوا النص صمال عبدالغاني ما لعبوش منتش الكاس صحيح الكاس كان فيه إمام وعبدالغاني النهاردة بتتكلم عن الوردي ووروقة بتتكلم عن المساك الورا كنا بنتكلم عن الوينش بتتكلم عن رجل تحت الفرق كنا بنتكلم عن المشارقي فيه فيه ناس مميزة جدا ما كانتش موجودة في مطش الكاس النهاردة طريقة لعبة مختلفة اللعبة بتأديها فالنهاردة فيه مشكلة كبيرة طب ليه اختاري الطريقة دي كابتنسي بروح اللي الكامتر بص فيه فرق فكر فيه فريرة يعني تتصور فكر فيه أنا مستغربه لأن الرجل مش دي طبيعة شغله أنا تعرف أنا بحل المتشكل لها وفعارف طريقة لعبة هو بينهي بالطريقة دي بينهي بيها وبينهي بأربعة اتنين اربعة هي بتبقى أربعة اربعة اتنين لكن بتلاقي بيجوا في الآخر ومثبت أربعة لقدام زي ما عملها في الآخر لو تفتكر عمل النهاردة مين وقف في الآخر زيزو شكبالة يوسف أسامي ونبي مصطفى شغلبي وبقى الاتنين في نص الملعب بقى فيه فجوة مبين اتنين بس في نص الملعب واربعة وقفينه قدام وحقولها لك في الهدف اللي جيت التاني جدا نجيب الهدف التاني هنتكلم عنها بالحتة دي لكن الراجل بيحاول طريقة كتير جدا بيعملها تلاتة اربعة تلاتة اربعة تلاتة تلاتة خمسة تلاتة اتنين وفي الآخر بينه زي ما شفنا اربعة اتنين اربعة او اربعة اتنين حسن ما الناس شوفه لكن هو بيثبت اربعة قدام لكن النهاردة هو بدأ بالنبين بي اهل معاك اللي هو تكب سيب هات بقى هات الجواب هديد هات انا عايزها بس من الاول من الاولها بس دي كم واحد على واحد تلاتة على تلاتة المفروض في علم معلوم مش علم معلوم ده الباكليفت طب من اللي نازل معاه من اللي في الشاشة هتلاقي نمار صح نمار وامام عشور السيسي وامام عشور امام بص معلول بقى هو بدأ من اللي نازل معاه الهافل اللي نازل معاه ملي اللي نازل معاه الراجل اللي بيلعب معاه هتلاقي على قدام زيزو ما جايش اه ما رجعش معاه لا ينفعش بقى في حجمة تلاتة على تلاتة يا تلاتة على تلاتة دي لازم بقى في واحد زيادة فيه ميلان زيادة ففي مشكلة بص بقى هاتلي بقى عمر جابر وقفته بنقبادر هاتها ارجع ماشي 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 عمر جابل بص للكورة ومش شاف الماء المفروب بقى فيه احنا بنقول في الكورة يبقى شاف الكورة وشاف الماء صار بص السرقة اللي تسرقها عدي عدي تانية عدي 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 بص تسرق كان في الاول مايرو وقف كويس وبعد كده وبعد كshire بقى شاف الكورة بس هاي وايا بالذب شاف الكورة بس لكن في الاول هجمة علم معلول جايل واحده غيرو علم مش نازل معاه هتلاقي على قدامها هتلاقي اللي واقف مين زيزو الان او النزول عكس طاهر طاهر لما كان ينزل هو عبدالله كان ينزل على دور على فين؟ ابو باكين صح ولا غلط عبدالقادر وسببه كان يجي في نص المعرة حيثنا اربعة خمسة واحد فتلاقي بس اللي وقف على قدام مين؟ شادي او لما نزل محمد شريف كان على قدام تاكتكيا المطشط الكبيرة ما ينفعش بقى فيها هافوة تاكتكية ايوه دي دي المطشط الكبيرة صح اللعيبة وبالزاد المطشط دي بتقول ايه؟ دي مطشط الكوتش واللايبة اللي عندها خبرات النهاردة الاهل اللي عندها خبراته هو برضو كابتن يعني ذييرا ما كانش برضو عنده الهفوة يعني الهفوة بتاعته في بداية الهجمة هو غلط في النقطة دي لان هو كان عايز يبدأ الهجمة فالوارد دي عمل ميز باص بس كاتكتكيا الراجد كان طول المباراة الشوت الاولاني ما عملش الهفوة اللي هي ممكن نخدها عليها على فكرة خبص واربين دي ازلانك ودع شكور بظلط ماشي او جميع واحدة بس دربة سابتة اللي عملها عبدالغانف مفيش ولا هجمة نادي سامالك في الشهر هي دي المقطة كابتن برضو معدية من المطشط اللي فاتت لو تيجي في مطشي سرابينكا برضو نفس القصة نادي الزامالك مضاعش فرص في مطشي سرابينكا لكن عارف ان هو يخلص اتفاهمت زي؟ عارف يدير المباراة وخل التاتبون الخصم مختلف بزبط نهاردة بتتكلم على نادي الاهلي اولاها صغرة هيخلص عليك بزبط وده اللي حصل الفرق التانية بتجيلها فرص بس ما خلص الزب النهاردة الاهلي عنده تكتكيا منظم جدا وده اللي عجبني فالراجل ده من ساعة ما جاء بداية من الاتحاد المنستيري حضور بتوما متقربة تكتكيا منظمين الترحيل بتلاقي الفرق بترحل بتقفل المساحات طب انا عايزك تكلمني على مرسك كله للنهاردة بشكل تفصيلي الاهلي ولاعب ازاي المباراة وبعدين ده مادش بي فى بالضبط. خلي بقى حضرتك يا كريم. المطشات ديت بيبقى الدربي. بيبقى الأمور صعبة. اللعبة بتبقى مشدودة. اللعبة بتبقى ألقانة جدا. وبعدين ده مطش بيف. بينهي ببطولة. فأكيد كل الاتنين كانوا ألقانين جدا. بس أنا اللي عجبني واللي خلاني كنت مبسوط النهاردة من نادي الأهلي. اللي التحماج كان هو اللي بيكسبها. الكورة المشتركة هو اللي أخدها. الكورة التانية هو اللي أخده كده. الاستحواس كان كواس قوي. اللي أربعة اللي وراه كانوا هم أحسن حاجة في المباراة. أكرم محمود وعبد المنعم وعلي. أنا النهاردة علي معلول عجبني جدا. لأن النهاردة كان بيدافع كواس قوي قوي قوي. واقف. اللي أربعة لو تيجي تبص كان اللي أربعة وقفين. والاتنين الديفندر. وكان الهاظين يعني بيروحوا يكملوا يروحوا يكملوا. بس كان اللي أربعة دايما وقفين عشان عارفين خطورة بن شرقي. بيعزيزوا بقى. وزيزوا ما هو اللي اتنين. سيف الجزيري. سيف الجزيري. وزيزوا. كانت هي دي. عشان كده الراجل كان كولر موقف لأربعة. كان هو مركز جدا. واحترب من نادي الزمالك جدا. وعارف خطورة نادي الزمالك. لو أنا أضغط من قدام. لازم يبقى عندي الأربعة بتوعي وقفين. فهو دي كانت يعني ديت من حاجات اللي أنا كنت مبسوط من المباراة يعني بتاعتنا. عظيم. كان سامي من الواضح زي ما كانت أحسن أقال أنه الرباع الدفاع النهاردة الآلي كان مميز. دي فعل يوم كمال الاتنين اللي كانت في نص الملعب عمر السلية وحمدي فاتحي. وفي غياب علي وزانج الجميع قال أن الأهل ممكن يتأثر تأثر كبير بغياب علي وزانج. النهاردة يمكن ما حسناش إن الأهل يتأثر بغياب علي وزانج. بص على فكرة أنت تقولت حمدي فاتحي والسلية. دول اللي يلعبوا إيه؟ دفنطريق. لا الأصعب اللي جنبوه مع الطرفين. دول اللي يملي لهمه في قفلوك الطريقة. يعني نهاردة لو النهاردة ما كانش بيرجع عبدالقادر يأمن جبهة أو يرجع ناحة تاني طهر. أنت نهارا كان يتضرب بسهولة. لا أولا زم التكتيكي. أنت على الاتنين لأننا خلاص إحنا عرفنا الاتنين الدفنطريق قدام الاتنين مساكين. بعمل عملية تطرحيل حسب اتجاه كور. وبيزودوا قدرة الدفاعية بيبقى ستة بيدفعهم. ممكن بقى ستة بيدفعهم والأربعة بيهاجم عندكش قزمة. لكن ارتداد كمان الاتنين على الإطراف دول ما بيبسوهوش صغرة الفرق لقدامها. فالنهاردة عشان كده تلاقي من أفضل النهاردة الناس مين هتتكلم على طهر. صح. هتتكلم النهاردة انا كنت قبل اللقاء ده كنت حاسب من الصغرات اللي موجودة في الناد الآن. أيوة. هو وسافيو. ليه ولو كان أفشا كمان موجود كنت حاسبه من الصغرات لأنه دول ما بيردوش بسرعة. لأن النهاردة لا دي الفرقة الكبيرة. فرقة الكبيرة اللي ما بتجي في المطشط الكبيرة لبان المعدن. وبان الخبرات. نهاردة ارتدادهم سريع جدا لنص المعد. صحيح. هو ده هي دي التأسيمة بتاعت اللقاء. أنا عايز الكرة فين عشان بقى أنا كام. طريقة اللقاء بتتحول إزاي. لأن النهاردة لما كانت الكرة قدام سابه كان بيكمل تاني مع شهادة تتحول أربعة اربعة اثنين. صحيح. أول ما بتطعي روح روضي تحت مين تحت شهادة. تتحول أربعة اثنين تلاتة واحد. فدي التحولات. فين تحولك عشان كسافة الهجومية. وفين ارتدادك عشان تبقى كسافة دفاعية. هو ده اللي بنتكلم فيه. فالتنين اللي على اطراف أنا شاف دول أميز من السلاة وحمد فاتح. وحمد فاتح هو السلاة دول خبرات. وتقل كبير جدا. لكن ما تتوقعش الأداء الرائع من الاتنين اللي علامنهم على شمالهم. ايوه. اللي هو ممكن يقول الاتنين في النوش دول كويسين جدا. والتنين بايعينهم. فالباني نص المال عم التاخد. وايباني الدفاع كمان سيء. فمتطوري بلغة الكرة هتعرد الدفاع. النهاردة الدفاع مش متعرد. النهاردة الدفاع متأمن بسطارة من الأربعة. قدامهم. سافيو تتحول أربعة واحد أربعة واحد. يا أربعة واحد أربعة واحد أربعة واحد. او أربعة أربعة واحد واحد. سافيو يتحول الطريقة. إما يطلع ثاني إما ينود على أين؟ على نص المال. عشان كده قالك أنت تكتيكة منظم قوي. قوي دي المتشتات الكبيرة عكس الزمالك الزمال كان عنده مشكلة في الحتة دي انك انت اه بدافع كويس انت بتحولك فين الهجوم انت شوارك وسرعتك فين الهجوم لما كان بيبقى امام وزيز ومع فرود مع طرفين والطرفين اللي كان بيبقى العليمين سيد نمار وعالشمال كان بيبقى فتوح مش بكلم عن عمر كان سيد نمار سيد نمار مش باك سيد نمار كان عندي في القطاع النشئين بلعب وينج شمال فالرجل طور له اداء وخلاه باكي من في الطريقة بتاع التلاتة خمسة اتنين ان هو يبقى وينج النهاردة قزمة كبيرة حصل لك نزمالك بخروج فتوح فتوح عمل مشكلة هجومية كبيرة جدا ان انت حد وديت عمر جابر نحت شمال وديت نمار نحتل مين فانتا النهاردة فيه جابها وقفت نمار عدم لعب مع امام او زيزو نحتل مين خلا جابها مش شغلة برضو وانا حد تاني برضو عمر جابر مش نحيش ما بزيتش انت عملت ايه وقفت جابت ايه روح تبرجع امام تالت نصف ملعب تالت نصف ملعب مع الوردي مع مع روئة صح او الغلط اصبح في تالت نصف ملعب بيدافعوا وعندك خمسة بيدافعوا اصبح الزمالك بيدافع بتمانية انتا النهاردة هم بتقطع الكورة بتهاجم بمين مين اللي بيهاجم مين اللي بينتشر الاول كنت لعب بام امام وزيزو من تحت الجزيرة مع الطرفين انت فاكر مطش الكاس لو تفتكر يا حسن الكاس كان امام بيلعب جنب عبدالغاني عبدالغاني اه فكان بيتحول بيبقى قدامه اول ما تتدع الكورة يوقف عبدالغاني مع التالت المساكين ويطلع امام مع المهاجمين اصبح في مين عندك عندك بن شاركي في المباراة الاولى الجزيري زيزو نمار فاتوح وامام من تحت اصبح بالدهاجم بحرول خمسة العيبة النهاردة لا النهاردة ما بتهاجمش النهاردة زيزو بروح نازل عشان استلم النهاردة في كورة متعلقة كتير كمان لسيف الجزيرة غير عادة نادي الزماني هو سيف الجزيرة اجي اه مرحب عشان انت برده عمالت العلاله عشان انت بقى ايه عشان انت ملاق محدش بيساعده بس اي النقطة برضو عشان اللي اتنين اللي في القلب كانوا كويسين بتوعنادي القالق يعني في ماتشة اسوان كانوا وحيين بس النهاردة كانوا مركزين جدا عشان عارفين بيلعبوا لعب مهمة ولعب دولي فكانوا مركزين معا جدا كان كل كورة مشتركة بيخش هو عايز اتكلم كلام حسن هو ليه الاهل كانوا وحش أصلا في اسوان الاهل كانوا وحشين في مساحات كبيرة اولا بالزبط بتفهم يعني ايه الخدوط متبعدة بتشتغل فروت في حتة نص ملعب في حتة والمساكين في حتة فبشتغل في مساحة كبيرة الماتش الكبير بقى شوف الفرق هو قالك ايه فاسوان كانوا وحشين هل 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 اسوان احسن من زمالك لا طبع الخبرات اللي هنا بتقول للي هنا لكن الاهل كان تكتكيا في المبارضة منظمة في المبارضة احتارة من الاتزمالك اول تكتكيا منظمة اول فبالتالي قدر ان هو يقفل مساحات اللي وعلى المرتدات النهاردة الخبرات بتبان كل الناس قبل ما متولي يبقى يلعب كل الناس سألت لك ما تولي هيمشي هم متولي مش كان ماشي 100% كان ماشي طب النهاردة في المتشاط اللعبها من أحسن اللعب الموجودة ليه؟ ليه الرجل يلعب بمتولي هو الرجل اللعايز يبدأ بكرة من تحت صح متولي ايه الكويس اللي فيها كابتنسامي؟ انا بتكلم بقى كابتنسامي الرجل المدافع اللي عنده كرة لعب كرة؟ طرق بص الطريقة الجديدة ممكن حسن حتى ما هم كانوا شغالين مع المصري أو شغالين مع التعالي كرة الجديدة لازم المساكين تكون حريفة بيعرفوا يمسكوا بحريف البداية تطلع منين؟ حرص المرمى كمان لازم بقى حريف دلوقتي يا بذلوقتي يعني شوف الدنيا بايت غرض ازاي؟ ممكن الفرود بقى قوي وسريع وبيلتحم وكل حاجة لكن المساكي بقى حريفة عشان كده لما تيجي ببص في الأندية كبيرة بيحاولي لعب المساكين تبقى لعب الكورة بدليل ان الرجل كمان لما يلعب بثلاثة ممكن لعب ثلاثة مساكين رجل بتاع الزمالك ليه حط المسلوسي عشان هي بفيد لعب الزناري وحسان ليه؟ عشان بيحاول الطريقة وبيلع الكور عايز يحاول الطريقة بأربعة زي ما عمل لو تفتكر في شود التانية عمل ايه؟ رحشالك المسلوسي ولحب بأربعة عادي جدا في قواب بيعمل ايه بقى؟ بروحشال المساك او يحط اتنين مساكين وخلي المسلوس هو الباك اليمين وطلع الباك اليمين فيحاول الطريقة طيب نهاردة طهر مباراة كبيرة وعظيمة يا كابتن عاصل وانا فاكر عامل كام يمكن من الكلام الوانت وانه ازاي طاهر مش مؤثر مع النادي الاهلي ازاي طاهر الناس بتنتقدوا رغم ان هو بيعمل بعض او كثير من قدوار التكتكالي بيحبها المدربين الاجانب تحديدة عشان كده معظم الاجانب اللي لم يكن كلهم يعني بيلعبوا طاهر وبيعتمدوا عليه كأساسي مع النادي الاهلي ايه اللي عمل طاهر النهاردة خلى الناس كلها مبسوطة منه؟ عشان الليعب على جول عمل جول كان مجهود وعلي قوي الكور مشترك وكلها كانوا اخذها بيعملوا واحد على واحد كويس عمل خلق كذا فرصة للنادي الاهلي لا طاهر بدأ يطور مع المدرب الجديد ده بدأ يطور من نفسه جميل جدا هو الناس كلها حتى الفترات اللي فاتت والمشيط اللي فاتت لما كان الناس كلها بتجيب له فيديوهات كده بتجيب طاهر وهو بيضغط وطاهر وهو مع الكورة كان دايما طاهر وهو مع الكورة مش اجابة عجول يعني انا النهاردة مبسوط منه الكورة ناحية الشمال عبدالقادر رحمة عدي مكمل ده الطبيعي لازم تكمل عايز تجيب جول لازم تكمل الكسافة العددية في الثمانتاشر لازم الكورة من ناحية اليمين لو طاهر بيرفع ألاقي عبدالقادر والفرود والعبن ونص الملعب يكمل من ناحية الشمال ألاقي الفرود وطاهر برضو فهي دي الميزة اللي الناس بدأت تشوفها ايه ان بدأ يبقى ايجابة على الجول فهو الناس كلها مبسوطة بيه بسبب المضادة انها تريد عبدالقادر كنت شايفه نهاردة قدام مبارسة عبدالقادر على فترات بس انت في النادي القالي ما عندكش اللعيب اللي هو زي عبدالقادر اللي هو ياخد واحد على واحد مفيش انا مش شايف حد يعني يعني مثلا في الزمالك زيزو بيعملها راجل لا واحد على واحد يعدي من اي حد فهو بيصبره عليه لغاية لغاية ما يعمل حاجة إيجابية والحمد الله كان النهاردة كان كويس جدا وعمل يعني انا من من وجهة نظر يعني عمل عشر خمساشرة ديها كانوا كويسين اوي طيب انها حتى كابتن سامي انت بتقولي النهاردة نجد زوالده فرزا ما عدرش المباراة بشكل جاي ما عاجبنيش البداية لما جاييرجع عشان يصلح كان دخل فيه هدف ودي المشكلة يعني الميزة ان انت تفضل مع الاهلي ما تيجي تلعب النادي الاهلي عايز تكسب النادي الاهلي طول معاه ما يجيبش مقفيك اهداف طول ما هو انت مطول معاه هو مضغوط طول ما بتطول معاه وتوصل معه حتى لو انت لك افضلية انا حسيت النهاردة ان نادي الزمالك داخل وله افضلية الفوز بالدولة الفوز بالكاس او مدرب مستقر بقاله فترة مع نادي الزمالك كولر برضو استيل مدرب جديد يعني فانت على الورق ممكن تبقى الافضلية النادي الزمالك ده ما يدكش الساقة النهاردة انك تخش وتهجم طريقة طريقة اللعبة كتفت اللعبة طريقة اللعبة تفرق معاك النهاردة ما بتلعب طريقة اللعبة العادية بتاعتك انت بتكسر اي حد حتى لو انت مش قاس بتعف تكسب زي ما حصل في مباراة سراميكا انت ما كنتش افضل وكسبت صح ولا غلط مباراة سموحة لو تفتكر سموحة كممكن تجيب هدف بتاعت سيلة اللي جات في العرض ومتحت البتاع كممكن ما يكسبش لكن كانت اللعبة عندها حلول النهاردة لما تبقى انت متكتف ده ده صعب انت مش عاف تعمل اي انت عامل انت بتستلم بص المفروض فالكورة ما بديك تستلم انت بتبقى متحدد اللعبة اكتر من حل عشان تطلع عليه النهاردة اللعبة بتستلم مش عاف تعمل ايه لان الطريقة دي ما لعبتش بها قبل كده انت اقوى عين النهاردة لما تلاقي امام نص ملعب مع روقة مع الوردي الوردي المفروض اصلا دوره في تلاتة يبقى وينجي الجابها لما بتشتغل بتشتغل بالرجل الهفضة مع راجل اللي تحت الفروض مع الباك فاعملوا جابها الوردي ما بيعملهاش صح ولا غلط والمسطوس واق وورا مش هيزيد بقى كيفتح ويكمل الجابها وعمر جابر مفيش حد بيسانده عشان يشتغل معاه كوينج لكن النهاردة لما تجي بص لعبة كتفت لما جيت الشوت التاني لو تفتيكت بداية الشوت التاني ازا مالك ريكب ازا مالك كان افضل كان بداية الشوت فيه بتاعة عمر جابر اللي في اول الشوت اللي جات الوشاطة لولا علي معلول دخل معاه وفي واحدة جات اللي يزيزه وحطها فوق العرض ببطن رجل وتزيزه اللي جات في القائم ودربة السبتة حسين الان الزبالك بدأ الشجل لما انت فكت التكتيفة نفس اعايز اتكلم على حاجة مصطفى شلبي انت ماشي فكى معاك احتياط ما نزلتوش ايوه انت ماشي اللي فات ما نزلتوش انت النهاردة بتتديله ليه كنت جربت على هذا الجزء في الماشي اللي فات طب هتنزل يوسف اسامة اللي هو اصلا كلاب معاك ماشيات قبل كده انت مزلتوش يوسف الاخر لما هو وشكبالة طب هاسعل بقى حاجة تانية خالص لما طلعوا ليه لسه هتكلف ايه انت مين الفرود اللي عندك وسامسون فين سامسون مصاب طب مصاب طب انت ماشيت ليه اصلا مروان ماشيت ليه عمر عمر سعيد انا اصلي فانت النهاردة لا مش كل الفرق تلعب غير فرود الفرقة النهاردة الاهلي معلش نهاردة تلعب لعب بفرودين صح؟ اللي عب عليهم اتنين مساكين خلاص هو عنده الزيادة الو بلعب بفرود فأصبح نص الملعب واخده للنزول بيتطار يعمل ايه؟ يروح نازل فبينزل اصبح الجزيري على اتنين مساكين فمش عابف يعمل ايه فانت الفرقة الكبيرة اللي هي منظمة تكتكيا لا هي بتعرف تشغل حتى لو لعبت فرودين على فرودين لو لعبت حتى بتلاتة على اتنين الاتنين يعرفوا يقفلوا ازاي الترحيل بتاع نص الملعب فخلاص الخبرات الكبيرة متلعبش متلعبش الضهر بناسبة الاسطوب اللي بتلعب به مع الفرقة الصغيرة مصبوط فالنهاردة عادة موجود فرود بره دي 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 صعبة مطلعت الجزيري خليت شكبالة شكبالة نزل بوص سبق اللي هي بمين بزيزو شكبالة يوسف اسامة بمصطفى طيب الناس دي كلها بتنزل تستيلم اصبح في شوير الجهة 18 فش حد بسند عليه فدي كانت مشكلة جديرة طيب جابت الحسن ناحية مارس الكورور بتقول انه هو كده بمباراة النهاردة قدم شهادة اعتماده خلاص انه راجل مش كويس مع نادرة فترة فترة دي كلها احنا نتعامل مع مارس الكورور انه ايه بناترقبه يعني ما تقدرش تقول عليه كويس بتقولش عليه مش كويس نديله فرصة اكبر النهاردة ممكن تقول ان مارس الكورور مدرب كبير وناجح ولا لسه برضو محتاج شوية الوقت لا هو لسه برضو يعني لاني في حاجات كتيرة يعني انا اللي عجبني النهاردة منه كورس سابت النهاردة ابهرني بحاجات كتيرة لا هو قبل كده كانت حاجة ممكن تكون مقرية النهاردة لا يعني فيه ثلاث كورنانين او كورنانين وفاولين عملهم بطريقة حلو قوي يعني انت قاعد مستائي يعني عارف انا قاعد بتفرج ايه ده ده جديدة ده ده حاجة جديدة هاي الكورة اللي قدامنا دي دي ما عملهاش المتشاط اللي فاتت دي برضو كانت يعني عارف دي من الحاجات المدرب اللي بيعجبني ان كل مباراة يعمل حاجة تكتك فيه حاجة جديدة يعني هو عشان طبيعة متوقعة ان المنافس هيكون مذاكرك كويس شايفك بتعمل ايه وكده فعشان كده بيغيّ فده من الحاجات اللي انا عجباني اوي اوي النهاردة عجباني اوي منه شخصية النادي الاهلي رجعت يعني ان انت تضغط في اي مكان تستقلص من الكورة بسرعة تجيب الكورة بسرعة ان انت في حالة الدفاعية تجيب جول انت بتدافع تقدر تجيب جول هو دوت يعني انا انا شايف انا مبسوط من الحاجات اللي هو بعملها بس لسه في حاجات كتيرة اوي لازم يعملها عشان الاستحواز لازم بيبقى عالي الميز باص اه الكور السابتة الدفاعية النهاردة كان كويس اوي فيها برضو يعني انا برضو تقوى في نادي الزمالك بس انا من في الحالات اللي فاتوا كنت بقولك بسبب الوينش نادي الزمالك هيفتقد الموضوع دول دفاعيا وهجوميا والنهاردة كان فيه مشاكل جدا في الكور السابتة على نادي الزمالك بسبب الوينش لان الوينش بيدي بيدي تقل جامل جدا للمدفعين وبيتكلم معهم كويس اه انا 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 اكلم مع الراجل تكملة للشغل بتاع مستر كولر ده الراجل عنده حاجات عملها ودي كان فيه ناس مستغربة بمعنى هو لما بدأ الموسم بالمنستيري هو خرج حمد فاتح كان جامل ومتخب خرج كريم فؤاد بره وجامل منتخب طلع لو تفتكر ياسر إبراهيم ما كانش موجود في المتاع خالص اه الراجل الوحيد اللي لعبه كان عب من عين الوحيد اللي لعبه كان عب من عين الراجل كان بيهمه لشغال معه فترة العدد ولي واغد شغله فدي كانت ميزة كبيرة للراجل انه هو اللي معاه هلعب به اللي جامل بعيد لو تفتكر برضه كان بدأ بشادي شادي وبدأ في ساجه ومقعد ما كانش بقى كان محمد شريف كان رجع من الإصابة فهو بره وقفشة كان نفس الموضوع عاده وقعده احتياطي كريم فؤاد بره خالص ولما احتاج كريم فؤاد في مواطس الاسماعيلي نزله تحت الفيروت وحتى أنا استغربت يعني كان قعد حد بره من كانش حد بره بره ورح منازل مكانه كريم فؤاد الراجل عنده فكر هو اللي شغال معي وحافظه اللي ههده هالشغل به التاني حاجة الراجل محظوظ انه أول مباراة في أفريقيا بيكسب اتحادي المنستير اهل السنة اللي فات مكنش بيكسب حد بره ملعبه فددت ثقة الراجل بدء معه كل اللعيبة مفيش إصابات طيب بالمناسبة باستثناء ديانج النهاردة يعني دي ميزة اللي بقى عنده دكة وبقى عنده مجموعة لعيبة فهو خد الثقة خلاص من جمهور النجل بالمناسبة كابتا سيماعي سألك كمدرب كمان كبير فكرة انه يبقى عندي ورقة زي كريم فؤاد هي بالنسبة لي مفاجأة انه يلعب جناح وانه يستخدمه في أوقات معينة ويحط في اعتبارك كمان ده النهاردة بيستخدم كريم جناح بيحطه أفضلية على حسين الشحات اللي بيستبعيده خالص يعني انت عندك وردي ورقة اللي هو حسين الشحات جناح لحسين النهاردة برك قيمة وكريم فؤاد دايما هو ورقة بيستخدمها في أوقات خطيرة جدا سواء على الشمال او على اليمي ما انا عايز اقولك على حاجة برضو هتخليك معاي النهاردة فينا ايمن قاشر بررق كريم فؤاد بس هو ده اللي انا عايز اوصل ان هو ده بالنسبة لي بقى الشوكر انه النهاردة في التشكيل ما عندكش احتياط يا ايمن قاشر صحيح ما عندكش بديل العلي معلوم فالنهاردة هو بيعمل ايه كريم فؤاد باكي مين خلاص هو كريم باكي مين عايز تحطه تالت نصف ملع موقت ليه تلت نصف ملع على فكرة في امبي كان بلع وينج شمال وكان بلعبك شمال سعر نهاردة بيخش بيكمل شوف الكرة هو بتتلعب هو تيك تيكية منظم انه دخل بقى فيه خلاص بقى فيه 18 مجاب الهدف اللي انا شاهدت فهي دي اللي بكلمك عليه الراجل خلاص عنده حاجات معطيات في دماغه بمجموعة لعبه معينة هم دول اللي هلعبه هم دول مميزين وبعتقد انه ان خلاص واحد زي يعني محمود وتوالي ده بنزوله وبتقلقه خلى الناس تسخي او في الراجل ان فكره ونظرته كويزة بالنسبة اللي لعبه هو كريم فؤاد ودي ميزة ما بقى معنيه المدارب لما ياخد ثقة في اول اربع خمس ماتشاط دي ميزة النهاردة بلعب خمس ماتشاط مفيش ولا هدف دخل فيه انت عارف يعني ايه؟ ولا هدف صح خمس ماتشاط بلا هدف مرماء فانت بتكسب والعلي كان يعاني جدا دفاعين السنة اللي فاتت النهاردة لو تفتكر السنة اللي فاتت كان بيجي المدير الفان بتاع الناد قال لك انا مدخلش انا كلين شيت كلين شيت دايما بتكسبش الموجود ماتشاط تعادل انتهي كامس ماتشاط تعادل أنا كلين شيت دايما اتباه لها كمان السنت سنت متلكوان ما اسمتون تق Richter سحع حالة غلط الان عالت له خمسة نهاردة الراجل خمسة لا تكسب كان كما يكون مبارك Super فدي بتدي سكة كبيرة جدا النسبة للجمالات من البل الأب tracked المباركة من المباركة كثيرة لذين مالك سائقة زكريا الوردي. انا عايزك تقيمني زكريا الوردي كلاعب بواسط ملعب. تقييم منطقي وفني مهم. عشان ممكن الجمهور يقولك لأ زكريا الوردي ده مش فرجاني ساسي. والله زكريا الوردي ده لعب مش جيد. والله زكريا الوردي ده محتاج الصبر. انت بقى الراجل اللي بتشوف بعين مدرب طبعا ولعب بواسط كبير. بس هو انا شايف ان هو بيلعبوه غلط. هو مش هو فعلا فرجاني ساسي اللي هو يقدر يلعب الفريق. لأ هو يلعب بستة. لو لعب بستة. هو بيجري كتير. بيعرف ساعات التحامته. ساعات كمان مبالغ فيها جدا. انا حاسس ان هو يعني عرف انت شادد نفسه قوي. حاسس ان هو يعني لسه عايز يزبط نفسه. عايز يعمل حاجة للجمهور. فهي دي اللي عملا لللوت جامد عليه. بس هو لعب كويس. لو لعب بستة هيبقى كويس قوي. لو لعب تمانية قوي. لأ صعب. صعب خالص لانه ما عندوش الامكانية ان هو يعمل سرو ويعمل وان تو. الامور صعبة معا قوي. طيب كاب سامل او انت مدرب الزمالك. تقعد زكاية الورد وتشارك او تشرك عامل السيسي ولا تكمل مع زكاية الورد وديدي له فرصة. عامل السيسي. اه طبعا. اه. اه. هو هو في مشكلة حصل لانات زمالك باصابة نضاري. دي برضو صدرت ازمة. لان لو كان نضاي موجود كنت لعب بزيز ونضاي الجزير. واما بتنزيل نصف ملعب. اه. تلعب بطريقة بتاعتك. اللي هي اه. تلاتة اربعة تلاتة بس ايمان بيحول. اه. يخش يبقى فيه واحد بس اللي واقف واما بيكمل. لان الورد الورد وورقة ما عندهمش الملك انا واحد فيهم يكمل تحت الفرق. عشان كده انت مقل الكدرات الهجومية. صحيح. انت عايز تلعب بتلاتة اربعة تلاتة. ما وضع عملها امام. اما لما كان بلعب جنب عبدالغاني ولا روقة. اول ما بتتضع الكورة لنادي الزمالك بينتشر بسرعة. مع الطرفين اللي بيزيزهم على الاطراف. مع الثلاثة الاثنين تحت الفرود والفرود. فانت عندك كسافة وجمية. صحيح. النهاردة ما فيش الكلام ده خالص. النهاردة البداية تمانية بيدفع. وزيزه بروح نازل عشان يستلم. اللي نزول ما بيعرفش يستلم بظهره. صحيح. فبيضطر ينزل عشان حد يلعب مع حد. فلما بينزل بيحصل ايه. اصبحت بتسعى. يبقى في واحد بيلعب لوحده. فالزمالك النهاردة لأ كان عندك مشكلة. امام عشور. رأيك في ايه النهاردة. اداء السيء اثر على الاداء بتاعنا الزمالك. كله. لان هو هو من المترات اللي موجودة في الفرقة. فوقانه وتقلقه بيفرق مع الفرقة. نفس الموضوع بالنسبة لزيزه. وده اللي انا قلت قولك. في ناس بتبقى متعلقة. في فرقة. يعني اداء النهاردة كان وحش. بسبب النادي الاهلي كان كل ما امام يستلم كورة اتنين تلاتة يخش عليه. زيزه نفس القصة اتنين تلاتة يخش عليه. كانوا مركزين او المدير الفني كان النقطة ديات من النقطة الجامدة او اللي عجبتني. كان كل ما امام يستلم تلاقي لو تاخد هتلاقي واخد فاولات كتير. معلش كانت حسنا اهقطك. اه. وانا ايس خناب ده كان رائي معاكو يعني. بس انا حسيت نهاردة امام عشور انه هو فعلا كل كورة عايز يمسيكها كويس. وعايز يعدي باثنين تلاتة لعيبة. فالضغط بتاع الاعلي على امام عشور هو امام هو اللي كان بيودي نفسه للاعبة النادي الاهلي. ومن نوعه كان ممكن يلعب سهل وكان ممكن يبقى احسن من كده بكتير. انا تصورت النهاردة ان امام عايز يقول لا انا نجمل فريق. انا فعلا انا نجمل. انا دي معاك انا يعني انا مختلفش معاك. لا انا مختلفش معاك في ليه. بس برضو الضغط بتاع النادي الاهلي عليه باثنين وتلاتة كان كان مخلي ده. وزيزو نفس القصة. زيزو انا انا كل التحم انا شفته النهاردة كل التحمني زيزو. قال ايه دايما هو فعالارض. فاللعيب الكبير ما ينفعش ان انت فيه اوقات كتير قوي في التحماتك تبقى كده. يعني دي انا حاجة دايقتني. لان انت لعيب منتخب مصر. امام نفس الموضوع ما ينفعش انت لعيب منتخب مصر. لازم التحماتك تبقى اقوى من كده. اللي اتنين دولار تفرقوا معنادي الزماني جدا النهاردة. انت التحماتهم. صح. كابتن امام. عايزة لسه كامل معك في امام. هل امام فعلا النهاردة كان الموضوع النفسي اكتر منه فني في الملعب. يعني كم بيفكر تفكير مش سليم. طب احنا 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 مش ناخد امام كا لا. هات لي مين كان كويس. الفرقة كلها هتقشت. هو ده اللي بتكلم. ليه بقى. في حاجة اسمال حالة. فالحالة لما بتبقى عالية. فبتلاقي فوقان فرقة. النهاردة لا. النهاردة الاهل عمل ايه. ان الاهلي. الميزة ان انت فرقة بتتعلم من اخطاقها. انك بسيبش مساحات. فهو مستد مساحات. النهاردة الخطوط بتاعته قريبة. فاماما لما بيجي السلم بتلاقي ثلاثة اربعة. واماما اول ما بيستلم. انت معندكش مساحات انك تليف. لو روغت واحد بتلاقي التاني. عديت من التاني بتلاقي التالت. هي دي الخطوط اللي بنتكلم عليها. اكتر من خط ادفاعي. بداية تم من تحت الفرود. مع نص الملعب. مع البكات. والمساكين اللي بترحل. وانت امام بلعب طرف. فهو عارفين ان هو احسن اتنين مين. زيزو امام. انت عندك حاجة النهاردة حصل غريبة جدا. زيزو امام في حتة واحدة. ايوة على الشمال. صح او غلط. صح. فحصل ايه. بروح. حصل الميلان بتاع السلية والحمدي. مع الميلان بتوع المساكين. مع الطرف الباك. مع الهاف. النهاردة بتدفع بحوالي خمس ستة. على اتنين دول. على اتنين. لان اصلا ما بيزيتش عمر جابر. عمر جابر. ما فيش حد كمان بيزيد. مواند اللي بنتكلم. فاصبح الميلان بتاع النادي الاهلي. حوالي اربعة او خمسة. في مساح صغيرة. على اتنين. اللي انت عارف ان الاتنين دول احرف اتنين. صح. وخليت جابهة لناحية اليمين خالص. انت مش مهتم بها تماما. لان اهم مش شغالة. يا النادي الاهلي او لاحظت النهاردة. الاهلي جابها بتاعت زمالك اليمين. هي مش شغالة اصلا. فرامي كسفته كله. وتقولوا كله. ناحية مين. زيزو اللي بينزي عشان السلم. وامام عشور. فخلاص. انتقفلت على الاتنين اللي هم المهمين. صح. لما بتقفلت على الاتنين يتحركوا. لان زيزو عايز مساحة. امام عايز مساحة. فانت خليت الاتنين في مساحة ده قوي. والاتنين في حتة واحدة. وامام زي ما قلنا. خلاص. هو حاس ان هو عايز رأس واحد واثنين. لا مش يمشي. مش كل مرة اللعبة هتديك المساحة. بالذات زي ما قلنا في الفرق الكبيرة. خلاص. وبعين حالت فوق النادي الاهلي تيك تيكيا. خلاص. خليت نادي الزمالك اللعبة كويسة اللي عنده. لا ما بقاش لها عدوه. مش في الحالة. لا ملاش تانية يا كابتان حسن. اكرم توفية ما يحسكش يعني ربنا يحفظه ويحميه يعني ان هو كان عنده قطع في رباط الصليب. مصلا الله. منتهى القوة منتهى الحماس بيجي في كل مكان في الملعب. عادة يعني اللي اللي بيجي من قطع في رباط صليب. احنا نفسينا هنا في الاعلام نقول ايه? اجماعة دوله فرصة مسلا سنة سنة ترة عبال ما يتعاف. عبزة. هو ما شاء الله عليه. ماشي بشكل كويس جدراك في اداء اكرم انا بقى دي فترة هو من ساعة ما راجع من الاصابة وعجبني جدا التحماته وجاريه. حتى المطش دوك كمان تحس انه اخاف من المطشات اللي فاتت. وخلي بقى لحق اه كابتان كريم. اه الاكرم مدي قوة للنادي الاهلي. بالالتحمات بتاعته. مدي ثقة للعيبة. اه كل كرة مفيش هجمة بتيجي من ناحيته. وهي دي انت انت نفسك حارس كحارس مرمى انا مثلا بقى حارس بقى متطمن ان اكرم معايا. فهي دي نقطة صراحة بقى امنة. ما شاء الله ربنا يحرصه للنادي الاهلي ومنتخب مصر يعني يعني انا بحب يبقى بيتمنى يبقى كل اللعيبة زي اكرم كده في التحماتها في قوتها في روحها. فبتمنى كل لعبة مصر تبقى زي اكرم يعني. من احاة تالي يا كابتان سامي حاجس انه الوينش عامل خلل في منظومة لعبة زمالك كلها. هو مش مجرد غياب في خط الدفاع. بس طلوع بالكورة الحركة التأمين على البكات كل التفاصيل اللي في الملعب حتى الشكل اللي بلعب بيبتلاتة في النص في الليلة تحس ان هو بسبب برضو غياب الوينش. يعني كل حاجة بسبب غياب الوينش عاملة خلال في الفرق. حظ لك عندك نفس الاحساس دوت ولا شايف ان الوينش مجرد لعب هو غايب حتى لو لعب له كما كبيرة. انت حتى كنت بتكلم على حسن على حسن على اينا حتى الضربات السابتة اللي كان مميز فيها الزمالك ما كانش كويس. لان الحمل اللي بيشيله الوينش في الدربة السابتة اهو بياخد نظر المساكين في بيفضل الحسام. صحيح. فهدي برضو يشوف حتة نقطة. نقطة من بعيد اوي. نقطة جدا. صح. ما انت النهاردة انت عامل حساب للوينش. ولا اعمل حساب للحسام عبد المجيد. ولا اعمل حساب للعبد الغاني. ولا اعمل حساب ما انت عامل حساب لمين؟ للوينش لما بياخد الجامب محدش بيجيبه. مضبوط. فبتفضل مين اللي انت مش عامل حسابك عليه؟ حسام عبد المجيد. طب همسك الوينش والحسام. انا الخبرات وانا التقيل. ما لو مسكت حسام الوينش بقى فيجيب. صحيح. ولو مسكت الوينش الحسام بقى فيجيب. ما جايش جولي بقى الجزيري. ما جايش الجزيري هيبقى بنتكلم على عبدالغاني. عبدالغاني كان بلعب برضو نفس الموضوع في نص الملعب ساعات او ساعات وارة. فبتلاقي ثلاثة اربعة. مع زياد بقى سواق بقى فيه. فيه حد زاد كان نضاي لما كان موجود. ما نضاي كان موجود. وبيلعب دماغه كويس. شحية. فالوينش اثر معاك في الدربات السابتة. اثر معاك في الخبرات. خبرات الموجودة في خط. بص خط الدفاع. انت زي ما قلنا. هو ده الاساس. على فكرة لو اتاخد منك نص الملعب. اتاخد منك الماتش. لو خط الدفاع مش فاي. هيتدرب بسهولة. هيتدرب بسهولة. فالخبرات اللي بنتكلم عليها. لأ لوينش اثر. بشكل جيدة. عدم وجوده طبعا. طيب. هلسا بكملين مع الكبات الكبار كابتن سامي الشيني وكابتن حسن مصطفى بعد هذا الفاصل. نواصل ان شاء الله. اشتركوا في القناة موسيقى كيف أعلم بحضعاتكم مرة أخرى. طيب كانت الحسن النهارد ده فوز النادي الاهل على الزمالك بالسوبر مع مارسل كولر كأول بطولة له مارسل سماعيل ما كانتش جيدة. النهاردة وزي ما كانت سماعيل مباراة كبيرة قدام نادي الزمالك فبال النادي الاهلي قده لعبيه كبار. ازاي بقى يكمل النادي الاهلي على المستوى دا او الاداء ده? هو اكيد لازم هو هو ليه السيستم بتاعه. ما يكونش استسناء اقصد يعني. لا هو الراجل ليه السيستم بتاعه. السيستم بتاعه ان هو يفضل يضغط من قدام. اه يعني يغير من اللعبة. يشوف مين اللي هو كويس في التمرين هيلعبه. بيدي لكل واحد مساحة كبيرة ان هو. يعني انت النهاردة ما تيجي تقول انا هقعد محمد شريف. برضو الناس استغرب يعني. فلا هو الراجل دا يلعب. هو في نظام. كله هيخش هو النظام. كله هيشتغل. وكله هيكتهد. واللي هيبقى كويس. هو هيبقى نمبروان. نمبروان عندي. مفهوم. بس عنده لعبة مش هتقدر. يعني مثلا زي طهر. طهر دوت رقم واحد عنده دواتي خلاص. صحيح. اه مثلا عنده حمدي. حمدي فاتحي خلاص. ده رجل اه اه. الارباع اللي وراء. مم. ففيه لعبة هتبقى هما الاساسيات عندهم. وفيه لعبة هتبضل تتغير فيهم. مزدوط. مزدوط. طيب كم سامي لو قلت لك تختار افضل لعب في مبارات اليوم تختار مين? ده اهو انا الشغل كالاهل كفرق. اه. يعني فيه. كله كويس قوي. عشان انت النهارده الفروق مكادتش كتير. مزدوط. يعني ما تجي تتكلم مسلا على اه متولي هاي للنهارده. رجل النهارده بلعب اه. بعد فترة كبيرة جدا بلعع اهل والزمالك كويس قوي. عاب مين عم كويس تكتكيا بتكلم على طاهر. بشكل كويس. الاتنين بتوع نص الملعب شايلين الحمل قوي. مم. فعشان قدي واحد. انا بالنسبة له سوء. لكن تكتكيا وتنظيميا. والفرق النادل اهلي لأ بديها كلها النهارده كانوا مميزين بصراحة. مين اللعيب خزلك النهارده? مش عايز اقول خزلك انا عايز. خزلك مشتوى النهارده? لا بص المستوى الفرقة الزمالك. هو ده اللي كان صعب بالنسبة لي. كنا متوقع اكتر من كده. وانا قلتلك اللعبة ما كانتش كويسة لطريقة اللعبة ما كانتش خدماه. طريقة اللعبة كانت مسكاهم شوية. اه ما تجي تكلم على الفوآن تحس ان في لعبة كتير مش فايقة. بس متحسن واحد سايق قوي. لكن هما مش فايقين. يعني مش هي ده الفرقة اللي كانت في قوي في كاس مصر عامت احسن شوط في تاريخ نتزة مالك. صحيح. لو تفتكر الشوط الاول. صحيح. شتام ما بين بداية لقاء كاس مصر بتاعتين واحد. ما بين بداية كاس السوبر. صحيح. فالفرقة كلها النهارده مش ده اللي كان عجبني فيها. هو دايما بيعمل سيناريو بس هو السيناريو من النهارده كل كل مرة هو بيعمل السيناريو. بس السيناريو النهارده ما ممشيش معاه. بسبب مستوى زي ما الكابتن اهل مستوى اللعيبة. انا بالنسبة لحمدي. حمدي فتح. اه. عشان شوفت هتلاقي كل واحد. اه. خد لعب. يعني نجمي لقاء نجمي لقاء مين تاخد. انا كان رأي طائر محمد طارق. لاتاخد. لاتاخد حمدي فتح. لاتاخد ده محمود متولد. اه. تفاهم يعني فيه. محمود متولد الناس باش حد بشكل برجد. النهارده. النهارده اخترته. حد. النهارده حسن. فابقول لك عشان كده تلاقي. الموايزين كتيج. صح. انا بقول لك عشان كده. موايزين كتيج. صح. مين مين لعب آآ. خزلك. انا عشان بحب زيزو آآ. زيزو وآآ وإمام. آآ. يعني اللي اتنين انا لاني دول النجوم كبار. لعبة دولية. بتمنى ان هما يفضلوا على طول كويسين. صح. فكت بتمنى النهاردة أشوف أداء أحسن النهاردة أدومي بقى أحسن بس خزلون يعني صلاح كابتن حسن تشرفت ونورت شكرا جزيلا كابتن سامي كالعادة بتشرف ونتنور النفس عاد جدا سعيد ببقى معك النهار كابتن حسن من اليوم مبروك للنادي الآلي الفوز بكأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بعد فين دون رد هدف لبرونو سافيو هدف أيضا من الأهداف اللي كانت مهمة جدا بتخلي برونو سافيو لعب جايد كويس بس لسه مهريا مهريا هو عالي لكن لسه مدكش النقلة كبيرة النهاردة هدف اللي جو يدل تحوله الطريقة ان هو بيحولها بقى فيروه التاني دي مميزة جدا يعني ان الراجل يخليه على حساب على حساب أفشا لا هو هو مميز بس لسه قدامه شوي لما يندمك كتير حسن لا لسه قدامه كتير كتير هو كمان هو جون حلوه بس لقى قدامه لسه كتير لسه كتير طيب ده ختم حلقتنا النهاردة بتاكو برونو سافيو وكريم فؤاد هدفين الأهل النهاردة هدفين فوز النادي الأهلي على الزمالك في كأس السومة المصري اللقب رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي مليون مبروك للنادي الأهلي جماهي للنادي الأهلي دارة النادي الأهلي الجهاز الفني واللاعبين وده نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 شوفكم يا رب على الف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلي اهلي ا 들어있 leather اهلي احلي سمال الاخلي العظيم الحلقتك وعربي نهاية مكان خطيف مهما بس التادي نبقي�onton وداهر يا احرام يا احرام يا احرام احرام في المضروح تقلق الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير الذي يكشبه النادي في طقائق الأخيران ههدف بإسمك مهما كان أكبر الله أكبر هدف الفورد الغالي بمشاهد الله تستقرر أهليك وإيديك وعليك تقلق الصفحة حتى 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 تقل الأهل التيال، الأهل الرمز، الأهل العديمة، الأهل إصرار، الأهل زي من بيلعب حتى السنية الأخيرة أحيب أقول وعيد، وغير الفرح، نصف ألعين، وغير الشاشك يعكون غير الأهل الزعيمة أفروفيا